بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وأحبابي طلاب السنواء العامة احنا خدنا جزء مراجعة الكمة الأضوية هنكمل نهاردة زي راجع بقى الباب الأول والتاني 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 والرابع برضو قبل يبدأ المراجعة خلي بالك ركز كويس قوي اتضرب على أسئلة امتحات الجسدين اللي فاتت 2021 و 22 و 23 التجريبي هتلاقي نفس نمط الأسئلة فهنا عاوز أتقرأ شوية الأسئلة دي مرة و 22 و 23 شوف نوعية الأسئلة بتجيزها خلتنا حل الكمة العضوية حوالي 40 سؤال وشوفنا نوعية الأسئلة بتجيزها انت بتحفظ أسئلة الكمة العضوية بتتضرب على فكر الأسئلة الكمة العضوية تعلمها بعد كده نشوف بعض أسئلة الباب الأولاني بعض أسئلة الباب التاني إذا تحلي مسألة بعض أسئلة مسألة الباب التالت مرة تحلي زي مسألة عليه الباب الرابع زي برة تحلي مسألة عليه الفكرة كلها أن الطالب يقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة شوف مع بعض بعض جاسئلة كده ده السؤال جي في متحان التجريبي 23 من نفس النمط كده قال له عند وضافة حمد الكابريتيك المخفف الطالب يركز على كلمة مخفف هي إلى المادة X اقرأ السؤال كويس قوي من أول للآخر قبل نبص الإجابة يعني حاول تقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة قال لك عند وضافة حمد الكابريتيك المخفف إلى المادة X تكون محلول مال وبعد فترة من الزمن يعني سبت الملح ده فترة زمنية تم إضافة محلول النشادر فلازم الطالب يعرف من هو محلول النشادر هو عبار عن هيدروكسيد الأمونيوم لو الطالب معرفش رمز محلول النشادر بابتدى حصل بقى نوم الدروب في السؤال يبقى انطرت السؤال عند وضافة حمد الكابريتيك المخفف إلى المادة X تكون محلول مال وبعد فترة من الزمن تم إضافة محلول النشادر إلى الناتج النتج اللي هو بعد فترة الزمنية تكون راسب الطالب اللعيب تكون راسب يبقى عندي احتمالي طالما هنا عندك مادة X وبعد فترة زمنية تكون كذا قالوا طب مين هو بقى من هي المادة X ومين هو الملح ومين هو الراسب على الترتيب يبقى انت ركز على كلمة المادة X أول حاجة المادة X فالطالب مادة الإستبعاد بركز عليه كويس قوي عند وضافة حمد الكابريتيك المخفف إلى المادة X الله ده قال لي هنا مخفف بسط عن مادة X حديد سنائي وده حديد سلاسي ده أكسيد حديد سلاسي وده أكسيد حديد مغناطيس وده أكسيد حديد سنائي فبديه حمد الكابريتيك المخفف ما يتفعلش معه للسلاس هو المغناطيس فالطالب بديه استبعد به واستبعد جيم كيف سؤاله هو ديما داخل الامتحاد قال لك عن ضافة حمد الكابريتيك المخفف المادة X تكون محلول ملح بعد فترة من الزمن سبتها فترة زمنية تم إضافة محلول النشاد للنات فتكون راسم طالب ما قال لك كلمة مخفف فبديه ما يتفعلش ولا السلاسي ولا مغناطيس يبقى أنا ركزت على السنائي ده أو ده يبقى إما ألف إما دال طب إنه هو تتكون ملح من هو الملح اللي تتكون بقى طالب ما السنائي ادي لك ملح سنائي ما هنا ملح سنائي وإنه ملح سنائي يبقى إما برضو الملح ده أو ده بيه وجيم طب قال لك سبت الملح السنائي ده فترة من الزمن أدي F.O ادفع مع الحمد المخفف ده أنا كبات حديث سنائية كبات حديث سنائية سبتها فترة من الزمن اتحولت إلى سلاسية اتحولت إلى سلاسية يعني سبتها فترة من الزمن فاتحولت لسلاسية بعد كده دفت محلول النشاد للمادة السلاسية اللي هو هدروكسيد الأمونيوم فبقا ديه ملح السلاسي مع الهدروكسيد بدينا هدروكسيد حديث سلاسي اللي هو عبره على الرص بني محمر يبقى أنا فعلا بسيط هناك ملح السنائية في الاتنين في رقم ألف ورقم ده لكن لما قال لك سبت فترة من الزمن معناها تحولت للسلاسية فبقا ديه لما أضيف إهد محلول النشاد للمادة السلاسية بيتكون هدروكسيد حديث سلاسي من السنائي طب هنا السنائي يبقى السابعة ده طب هنا السلاسي يبقى أنا اخترت أنهوت عندي رقم ده يبقى أنا في عالم ماشي كده هو يبقى رقم كام ده يبقى أنا أعرف دي السؤال اللي سابت بيه وجيه هذا اللي جاب عندك تحت يبقى أقصد حديث السنائي يتفاعل مع المخفف السلاسي والمعناطي مش هيتفاعل فدنا السنائي سبت فترة من الزمن فتأكسد في الهواء السنائي يتأكسد إلى السلاسي السلاسي ضفت له محلول النشاد له عبارة عن هدروكسيد الأمون فبديد كونه هدروكسيد حديد سلاسي قد نمط صغير ممكن نفس السؤال ده هو هو برضو يقول لك عند ضفة حمد كابليك بدأ المخفف قال لك مركز مركز جاب لك سنائي والسلاسي مش هجب لك بقى المغناطيس لأن المركز يتفاعل مع السلاسي والمغناطيس يعني ممكن بيجيب لك بنفس نمط السؤال تعالشوا مع بعض السؤال بعد كده شيف سؤال رقم اتنين بيقول له ايه الأفران اللي يتم فيها تحويل أكسيد حديث سلاسي الأفران من غير ما اتفكر اللي يتم فيها تحويل الأكسيد حديث سلاسي كأن ده خم حديد مجهز يبقى عندك تركيز حاجتين إما الفرن العالي إما فرن ميدريكس طب هو بادي هنا الفرن المفتوح يبا غلط إن الفرن المفتوح أو المحاول الأكسوجيني أو الفرن الكهرابي التلاتة بيطلقها لحديد صور إنتاج الصور بيتم ثلاثة أفران إما المحاول الأكسوجيني إما الفرن الكهرابي إما الفرن المفتوح يبقى أنا ركزت أقل لك الأفران اللي بيتم فيها تحويل أكسيد حديث سلاسي فبدي أفكر إما الفرن العالي أو فرن ميدريكس يبقى معنا ذلك السبعة ألف والسبعة بين بسيطة عندي جيم ودال طب من عندي هنا كم إما جيم ودال للنين مكتوب فرن عالي وفرن عالي أحول بعد كده إلى سبيلة حديد وكربون الحديد والكربون دي عبارة عن حد الصلب حديد صلب بقى بيتم إنتاج الصلب بقى إما المحاول الأكسوجيني إما الفرن الكهرابي إما الفرن المفتوح طب أمثل بسيطة وسيطة سلاسي اختزاء بالفرن العالي غادي كده الفرن العالي الدني حديد إنتاج الحديد الصلب بقى اللي هو حد مع الكربون بيتم في ثلاث أفران إما الفرن المفتوح إما الفرن الكهرابي أو المحاول الوكسوجيني استهلت كن فرن عالي وبعكيه وراء فرن مدرس لأن مدرس برضو يتم فيه اختزال وصيد حديث سلاسة الحديث يبقى الفرن العالي انتاج الحديث من قلب الخام الفرن المفتوح انتاج الصلب من قلب الحديث اللي جاي من الفرن العالي يبقى أنا خدت كده السبعية ألف والسبعية بيه جيت عندي جيم مدلة اللي اتنين موجودين بس فرن مدرس بغلط بيه الفرن المفتوح إما خدت إجابتك رقم ده تعالوا شوفي السؤال بعد كده التالت برضو نوعي السؤال برضو فيه أسئلة كده في عوزة فكري شوية في الأسئلة عنصر X Y التركيب الإلكتروني بتاع الكاتب بتاع الكاتب معناها أي الموجب العنصر X موجب 4 يعني العنصر X ده كده هو قال لك موجب 4 الموجب 4 أصبح التركيب بتاعه إيه؟ أرجون بحكية تلاتة دي واحد طب ما أرجع كده للأصل آدي الأرجون وآدي أربعة S وآدي التلاتة دي هنا في واحد طب ما ترجع الأربعة تاني رجعتهم فأفقدهم تاني رجعتهم تاني يبقى أقول لك قال لك الليكس موجب 4 أصبح تركيب الإلكتروني أرجون ثلاث دي واحد طب ما ترجعني بقى للأصل العنصر الأصل بتاع أرجعني الأربعة تاني هرجع الأربعة أحط هنا اثنين وبعد كده بأخط هنا اثنين على الواحد يبقى ثلاث مدى العنصر في السلسلة تلاتة دي اللي S على اثنين ودي عليها تلاتة وهنا أرجون 18 كده 20 23 يطلع الفناديو برجعة الأصل تاني يبقى العنصر أرجون 18 4 2 3 3 ده الفناديو فجد أربع إلكترونيات يتحول إلى أرجون 3 1 يبقى ده عبارة عن الفناديو قال لك العنصر Y التركيب بتاع الأنصر Y مجب ثلاث مجب ستة ثلاثة دي اثنين ثم ترجع الأصل بقى تاني أرجون 18 4 ستة هرجع لي الستة تاني 2 على الاس الفضل 4 حطوه مع D الدكن على اثنين دخلتوله 4 بقى دي على 6 يبقى معنا ذلك الطالب بيرجع تاني الأنصر الأصل تاني يبقى الفكرة كلها انت بتشوف العنصر ده اللي بتاع علي كم رجع المفقود مرة تانية فوصلت طلع الحديد قال له في السؤال اللي بقى من الموزات السبيكة المتكونة من عنصر X العنصر X مين اللي هو الفانديوم ما ايه سبك العنصر Y مع الكربون العنصر Y مع الكربون مع الحديد مع الكربون ده الحديد الصلب اللي الحديد مع الكربون اللي السبيكة البينية يبقى الحديد الصلب اللي هو الحديد مع الكربون مع الفانديوم بيدينا صلب الفانديوم صلب الفانديوم ادي الفانديوم العنصر X وصلب الفانديوم اللي هو عبارة مع الكربون قال له السبيكة يتميز بايه خفيفة الوزن شيء للصلابة قول لا سوان السحال ان سبيكة لخيفة الوضع شيل الصلابة لقبرة عن ساكاندوم مع الألمونيوم طب انت ركزت على جير غنبئ تقاوم التآكل ولها قصاوة عالية جدا فعنا صح؟ سبيكة صلب الفانديوم لها قصاوة عالية جدا وتقاوم التآكل شاكلها تستخدم في زمبركات السيارات انت عاوز تكمل باكة مذاكرة من السبيكة لتقاوم التآكل في درجات الحرارة العالية سبيكة النيكل والكورون طب من السبيكة لتحافظ على المتانيتها في درجات الحرارة المرتفعة التيتانيوم مع الألمونيوم تعال بصوا على بعض كده ابقى انت اخارفت السؤال اوفت امتحنهم ابقى انصر اكس و واي يعرف التركيب بتاعه بيجي ازاي السؤال طب تعال نكمل بعد كده شو السؤال اللي بعد كده نرجع مع بعض شو بقيت الاسئلة الباب الأولاني دي كلها اسئلة سنوية عامة وامتحنة تجربية السؤال راكم مع بعض يقولين ايه عن تسخين هادروكسيد حديث سلاسي فالطالب بديه تسخين هادروكسيد حديث سلاسي فالطالب عارف الرمزة عبارة عن F-E O-H الكل سري قال لك سخن تسخين شديد فالطالب بديه المعلق دي حتى موجودة في طول مدرسة عادك ده الكتابة عن المفاهم لما سخن ادروكسيد حديث سلاسي فبديه هادين اوكسيد حديث سلاسي ما انت مذكرها كويس او بسخن ادروكسيد حديث سلاسي بدينا اوكسيد حديث سلاسي ثم اضافة حمض الهايدروكي المركز الهو HCL الى الناتج يعني ضفت الدكت هو ضفت له HCL الحمض المركز مع اوكسيد حديث سلاسي فبديه بدينا ملح سلاس كوروة حديث سلاسي هو عاوز من السؤال يبقى انت سلين هادروكسيد حديث سلاسي بشدة ثم اضافة حمض HCL المركز للناتج بيتكون طالما هادروكسيد حديث سلاسي بدينا اوكسيد حديث سلاسي مع HCL بدينا اوكسيد حديث سلاسي هنا السنائية غلط وهنا رقم دال برضو غلط طب هنا لكس اوكسيد حديث سلاسي اوكسيد حديث سلاسي طب هنا حديث سلاسي ادي بتاعته على 5 هنا حديث ثلاثي ادي على 5 هنا حديث ثلاثي ادي على برضه 5 فبيقول له في السؤال اتكون ام لا حديث ثلاثي صح وكل عاد الالكترونات المفردة في عين الحديد ده ان حديث ثلاثي ادي بتاعته على 5 اتكون برضه حديث ثلاثي ادي على 5 اتكون حديث ثلاثي برضه ادي على 5 يبقى معنى ذلك السؤال اللي جابه رقم به بيتكون أملاح حديد ثلاثية صح ويظل عادة الإلكترونات المفردة كما هي في أيون الحديد صح يبقى أنت حتى لما كتبت السؤال عرفت تطلع أنت كتبت المعادلة يبقى ده سؤال من دين من الأسئلة برضو يبقى تطالب أعرف البداية سخنت أدرخصي حديد ثلاثي فبقى ديه بيدينا أدرخصي حديد ثلاثي بعد كده دفت حمدك سئل مركز فلازم يتكون أملاح حديد ثلاثي تعالوا مع بعض نشوفي السؤال الثاني السؤال رقم خمسة كل دي أسئلة تدريبية بيتضرب عليها كويس قوي بيقولوا نحي عند ضفت حمد كابريتيك مخفف إلى موت اختبار هنا حمد مخفف خلي بالك المخفف المركز إلى موت اختبار فيها أكسيد حديد ثلاثي اللي عبارة عن الفي او وأكسيد حديد ثلاثي اللي عبارة عن الفي تو اسري فبديه الطالب قبل ما كمل السؤال أن حمد الكابريتيك المخفف يتفعل مع حقسيد حديد ثلاثي مش المغناطيس ولا السلاسي يعني حمد كابريتيك مخفف ده ما يتفعلش مع السلاسي ولا المغناطيس فبديه يتفعل مع السلاسي بس طب لما فعل حمد كبديك المخفى مع أكسيت حديث سنائي فبالدين بديه كبريتات حديد سنائية ومية ويفضل أكسيت حديث سنائي زي ما هو في قلب التفاعل مش هصول له أي تفاعل هيدين كبديك حديث سنائي استحالة لأن المخفى مش هتفاعل مع السلاسي إبقى ألف غلط هيدين أكسيت حديث سنائي وسلاسي اللي دا زي ما هو برضو الصحال إن دا تفاعل هيديني كبديك حديث سنائي فعلا صح لأن السنائي مع الحمد المخفى دا نكبديك حديث سنائي إما موجودة صح وموجود أكسيت حديث سنائي زي ما هو في قلب التفاعل برضو صح ويتكون مية صح إبقى لجبها رقم ديم السؤال دا برضو من أساني الحلوة جاد في الامتحان عن نضافة حمد كبديك مخفف إلا بوت اختبار في أكسيت حديث سنائي وأكسيت حديث سلاسي فبديك قبل ما كمل أن الحمد المخفف مش هتفاعل مع السلاسي يتفاعل مع السنائي بس فبديك دا يبضل موجود في قلب الأبو بعد زي ما هو يبقى موجود هو واحد واثنين موجودين لكن وجدت إن كباحة سلاسية معنا دا تفاعل بديه غلط نشوف برضو بعض الأسئلة تانية اللي جاد في الامتحان السؤال رقم 6 برضو عاوز طالب قوة ملاحظة فيه جولون عين للحصول على أكسيت حديث مغناطيس أنت عارف رمزه عبارة عن F3O4 من كورة حديث سلاسي يعني عاوز هادروكسيد عاوز نوع في الامتحان أكسيت حديث مغناطيس F3O4 من كورة حديث سلاسي يعني عاوز يبدأ من كورة حديث سلاسي دا طب بديه بقى تعال بص الإجابة إيه العمليات اللي أنا ممكن أعملها فبديه الطالب يركز كويس قوي دا كورة حديث سلاسي عمره ما تفعل معيش سيئل إن دا عبارة عن الملح بتاعك إنت فيش هتفعل معاك اتنين أو بص كده رقم جيمسين بي دلوقتي كورة حديث سلاسي ممكن أعمل له أجسادة استحال دا سلاسي خلاص جاي من أجسادة السناي فأنت بتتسبع الأجائل أسئلة الغلط يبقى أنا أتفعل مع إيس سيئل مش هتفعل أنا مع إيس سيئل دا الملح بتاع حمد إيس سيئل اتنين رقم جيم هل ممكن تعمل له أجسادة أنا استحالة أصلا 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 جايز جاي من أجسادة حسناي كورة حديث سلاسي هل ممكن أعمله تفاقق حراري برضو استحالة فبديه لما تجي تبص الإجابة أفعل كورة حديث سلاسي مع محلول قلوي فعلا صح ممكن أفعله مع الـ أو ممكن أفعله مع محلول إنه شادر محلول قلوي فبديه يدينا أكسيد حديث سلاسي لما سخن دا يدينا أكسيد حديث سلاسي لما عمله اختزال بالـ سيئو هيدينا أكسيد حديث مع نطيس إيبقى أنا اخترت رقم به اتفعل مع محلول قلوي صح ثم تفاقق حراري صح ثم الاختزال صح فالجاب رقم به فبديه طالما بيقرأ السؤال الكواس لأ الأسئلة معروفة بتجي زافة الامتحان طيب أنا كده أخدت سؤال رقم 6 وعرفته وعاوز إيه من السؤال أنت بتستفعد عمر F-E-S-L-S-R-E ما تفعل معيش سيئل اتنين عمر F-E-S-L-S-R-E ما عمله عملية أكسيدة ثلاثة F-E-S-L-S-R-E ما نطررش عمله تفاقق حراري إن انت مذكر في باب الأولاني ممكن نعمل تفاقق حراري مين كابرات حديث سنائية هيدروسيت حديث سلاسي أكسينات حديث سنائية كاربونات حديث سنائية لاسو جرايد تبتعش بالسؤال رقم 7 برضو من دمن الأسئلة المهمة سؤال رقم 7 بلونا إيه عند أضافت حمض الهايدر كوريكي المخفف يعني H-C-L بضيف H-C-L قال لك هنا مخفف مخفف إلى خليط من برط الحديد وأكسيد حديد مغناطيس إلى حديد وأكسيد حديد مغناطيس فبديه الطالب طالما أنت مخفف عمرك ما تتفاعل معه خلي بقى في الأسئلة هاي عمرك يتفاعل مع أكسيد حديد مغناطيس يبقى حمض H-C-L مخفف تفاعل مع الحديد بس هيديني مين هيديني F-C-L وحدروجين لأن F-C-L وحدروجين ده مخفف مع فلز هيديني ملح وحدروجين يبقى انت أعرض السؤال عند أضافة حمض الهايدر مخفف البارد إلى خليط من برط الحديد وأكسيد حديد مع نغناطيس فبديه طالما أنت حديد مع الحدر المخفف ده مع ده كده هيدين F-E سئلته وتصعد غاز الهايدروجين ده السؤال رقم سبعة تشوف بعض أسئلة تانية برضه من أسئلة مهمة برضه من الأولان ده السؤال اللي جاي في الامتحان التجريبة 2023 بقول له نقيم أي العملات التالية صحيحة للحصول على أكسيد الحديد الأحمر فبديه الطالب قرى السؤال على مهل قوي أي العملات الآتية صحيحة للحصول على أكسيد الحديد الأحمر أكسيد الحديد الأحمر ده عبارة عن مين ده عبارة عن F-E ده عبارة عن أكسيد حديد سلاسي يبقى عاوز أحصل على أكسيد حديد سلاسي اللي عبارة عن F-T فبديه الطالب يمسك الإجابة ألف تسخين الحديد في الهواء لضغط الحمرار السحية لما سخن حديد في الهواء لضغط الحمرار هيديني أكسيد حديد مغناطيسي إبقى جابتك غلط طب نسيب بكده شوف تسخين كربونات حديد بمعزل عن الهواء لما سخن كربونات حديد سناء بمعزل عن الهواء هيديني أكسيد حديد سناء إبقى برضو اللي جاب رقم جيم غلط وألف غلط تعالى ده الإمرار بخار الماء الساخن على الحديد المساخن عند 500 درجة مقوية من تعرف حديد مع بخار ماء 500 درجة مقوية هيديني أكسيد حديد المغناطيسي فبديه أنت سبعيه الإجابات من غير ما تبص إجابة صحة طب تعالى شوف بقى رقم بيه إضافة حمض كابلاتيكي مخفف إلا أكسيد حديد سنائي هيديني أكسيد حديد سنائي أكسيد حديد سنائي مع كحمض الكابلاتيكي مخفف جوه في الجامعة موجودة يبقى اي العملات التالية صحيحة للحصول على اقسيد حديث احمر الحديث الاحمر معناها اقسيد حديث ثلاثي والله ركم الف غلط تسخيل حديث فيها هو قدرت الاحمرار بيدين المغراطيس بشهين فعل اضافة حمد كابرديج مخفف الى اقسيد حديث ثنائي ثم تسخين الناتج عبرها على المعادلتين اقسيد حديث ثنائي مع الحمد المخفف هدين نكبات حديث ثنائية لما عملها عمليت تسخين بيديني نقسيد حديث ثلاثي يبقى انت اطلعت اللي جابتك رقم بيه هي اللي صح تعال بص السؤال رقم تسعة دي نوعية اسئلة بتتضرب عليها كم اسئلة الفكرة كلها هتدريب عليها هنا بقول له ايه سبيكة تتكون من عنصرين اكسوان مش عاوز الطالب يستعجل في اقلال السؤال اقرأ سؤال على مهلك مرة واثنين وثلاثة اقرأ سؤال كويس قوي ثم اركز وعاوز ايه في السؤال معاك الكتاب البوكل بتاع المتحان اقرأ في كويس قوي السؤال وخطأ بالقلم مرة واثنين وطأ في قلب البوكل بتاعك سبيكة تكون من اصولينك السؤال يقعن في نفسي الدورة خليبك من الكلمة دي كويس قوي اذا علمت ان الفلز اكس من فلزات العملة الله فلزات العملة دعنا نصي المجموعة الاولى بيه لتشمع النحاس والفضة والذهب نحاس والفضة والذهب ده هنا تسعة وسبعين الذهب النحاس تسعة وعشرين والفضة تسعة وسبعين وهنا تسعة وسبعين يبقى انا علمت ان الفلزات العملة عبرها النحاس والفضة والذهب قاله الفلز اكس عنصر ممثل عنصر ممثل عنصر ممثل يقع في المجموعة الرابعة ايه؟ كلمة المجموعة الرابعة معناها انتهى بيه على اثنين خلي بجميل السؤال كويس قوي يعني هو دخل لك انا فجر السؤال عرفت الفلز اكس في الزات العملة ايه مما النحاس او الفضة او الذهب ده النحاس او الفضة او الذهب ممثل يقع في المجموعة الرابعة ايه؟ طب بسيطة بقى طب من عندي الفلز الممثل يقع في المجموعة الرصاص بيه بيه اتر أثنين وتمانين توزيه عزين و اربعة و خمسين بينتهب ستة بيه اتنين البيه على اتنين ده المجموعة الرابعة يبقى أنت كده صح طب هو في الدورة الستة موضيه بتسعة وسبعين بينتهي بخمسة دي و عشرة وقبلي ستة أنا فيها على نسية الدورة الستة برضو يبقى الدهب في الدورة الست والرصاص في الدورة الست الرصاص عصم ممثل في مجموعة الرابعين والدهب في لزة العملة يبقى بديل لما قولك الدهب مع الرصاص يعمل سبيكة بين فلزين يبقى في الامتحان بتقرأ السؤالة على معنى كويس او مرة واثنين وثلاثة عرفت الفلز في لزة العملة حددت اما النحاس اما الفضة اما الدهب قال لك مع عصم ممثل يقع في المجموعة الرابعي لازم انتهب به على اثنين طب من عند الدهب في الدورة الست من عصم ممثل في الدورة الست معه هو عبارة عن الرصاص يبقى سبيه الدهب مع الرصاص تمثل سبيكة بين فلزين نشوف بعض اسئلة برضو تانية نشوف كده بعض اسئلة كده السؤال ده بسيط رقم 12 اي من هذه المركبات ينجزب نحو المجال الخارجي المادة اللي تنجزب نحو المجال الخارجي تحتوى على الكترونات مفردة في المستوى الفرع دي هو دي لك عناصر سلسلة تلاتة دي السي سي سي هنا الكولور سليب واحد في تلاتة سليب تلاتة يبقى هنا موجة تلاتة يبقى الساكل نموعدوشين فقط تلاتة يبقى دي فاضية يبقى ما عندوش اي مفرد يبقى ضايم اغناطيس الانجازة طب ما نيجي بقى تي اي او طو القوسة اللي بي اتنين في اتنين بيسالي باربعة والتي اي يبقى موجة باربعة اي تتانو ماتنين وعشرين يعني عبارة عن اربعة اس والتلاتة دي اس على اتنين والدي على اتنين فاكرة دي الاربعة يبقى دي فاضية يبقى المركب برضو يا مغناطيسي مش هينجزب نحو المجال يبقى انت تت السبعة دي الاسئلة تعالى بقى رقم ده وانت مغمض مركبات الخرسين طلع عمرها دي بتاعتها بعاشرة فطلع عمرها ضاية وغير ملونة يبقى انا كده اي من هزين المركبات انجزب نحو المجال الخارجي السبعة السكنديوم والسبعة السانو سيت تانيوم والسبعة كود الخرسين يبقى الموجود عندي النقاط اي تقسري الاب سالي باتنين في تلاتة بسالي بستة يبقى النيكل منجب ستة على الاتنين يبقى النيكل موجب يبقى النيكل موجب تلاتة الموجب تلاتة معناها فقط تلاتة تلاتة اثنين من اس وواحد من دي يبقى دي عليها سبعة يبقى عنده مفرد في الدي يبقى بارة ماناتيسة يبقى انت بتقرس اصال مرة واثنين وثلاتة تشوف بعد اسئلة تانية برضو تشوف اسئلة كده هوت مخطط جي في امتحان برضو دي من الاسئلة هنا بقول له ايه من مخطط FE مع السئل اللي تدنا مركب ألف أو واحد فقلت مع صورة كامو مركب اثنين عملت له تسخيل حوالة سبعة وخمسين ادنا مركب ثلاثة اختزال ادنا ف ايه ايه مما يأتي يعبر على المركبات واحد واثنين وثلاثة قل له سواني بقى امسك سنة سنة كده حديد مع غازي كولور هيدينا كروت حديث ثلاثة دي معروفة يبقى انت ركزت على كروت حديث ثلاثة رقم واحد يبقى السبعة هنا ألف والسبعة رقم دا لان حديد مع غازي كولور سابت دينا كروت حديث ثلاثة يبقى حديد مع غازي كولور كروت حديث ثلاثة يبقى انا جاء السبعة تألف والسبعة تدال كروت حديث ثلاثة لما فارمح محلول قلوي فبدي بدينا هنا F E O H الكل سري هدروفشية حديث ثلاثة يبقى هنا F SL3 وبرضو هنا F SL3 طب هنا وكسيد حديث ثلاثة وهنا هدروفشية حديث ثلاثة فبديه أم لا حديث ثلاثية مع محلول قلوي هيددينا هدروفشية حديث ثلاثة فبديه هي رقم اتنين دا لما اعمل لتسخيل هدروفشية حديث ثلاثة أعلى من 2350 هيددي لك وكسيد حديث ثلاثة فالطالب بدأ السؤال من أول رقم واحد طالب حديث مع غازي كوروك كوروك حديث ثلاثة أدور كوروك حديث ثلاثة لقيت رقم B ورقم B فبركزت عليهم إما رقم B إما رقم B بتكمل بقى أم لاحديث ثلاثية مع الصودة الكوية بيدين أم لاحدي هو بدينا هدروفشية حديث ثلاثة يبقى أنا ركزت على رقم اتنين هدروفشية حديث ثلاثة لما اعمل له تسخيل حرارة أعلى من 200 هدينا أكسيد حديث ثلاثة فأجبتك رقم B شوف برضو أسئلة تانية من الأسئلة المهمة برضو باب اللي أخشت على الباب التاني بعد كده إلا برضو سؤال من أسئلة حلوة هو أعود بس طال يفهمه اللي أنهوت قال له مركب إيه عملت له أكسيد داني مركب B والمركب B عملت له اختزان داني مركب إيه وسجد على كده قال له إذا علمت أن كل من B و B من مركبات الحديد مركبات الحديد فإن الاختيار المعبر عنهما هو قل له ثواني بقى الحديد هنا ممكن أكسيد أكسيد مين لمين حديث ثلاثي للثناء ولا ثناء للثلاثي بديه لازم أكسيد حديث ثلاثي لنساء الأكسادة إن الدين بتاعته هنا بستة في عقل السكرار لما تحول إلى F E 2 S O 4 by 3 اتحول إلى حديث ثلاثي ما هنا سأل بستة هنا موجب ستة لاتنين حديد هنا موجب تلات كبيرات حديث ثلاثي لو عملت له اختزانة الدينة السنائية كبيرات حديث ثلاثي ملا أكسيد الدينة كبيرات حديث ثلاثي يبقى أنا هنا بستبعد A كبيرات حديث ثلاثي والB كبيرات حديث ثلاثي إجابتك رقم به تعال شوف برضو سؤال تاني كده قبل أن نخش على الباب التاني الأسئلة برضو حلوة في هنا بقول له ايه عنصر X ينتهي التوزيع بتاعه 3D 7 3D 7 فإن المركب X C L 30 فإن المركب X C L C بقى طب لازم أعرف X C L 30 ال X هنا هكسوده بكام الكروة ده من سلب واحد في ثلاثة سلب ثلاثة يبقى ال X مجب ثلاثة معناها أن العنصر ده كان في الأصل 4S على اثنين وده على سبعة ما رجع للأصل لازم ينفيه 4S قبله يبقى العنصر X في الأصل عبارة عن أرجل 18 بقى كده 4S 2 3D 7 فقط 3 إلكترونات يعني 2 من S و 1 من دي فتحول إلى 3 دي 6 يبقى الحديد في العنصر ده لو جينا بصينا عنصر X ادي على ستة يبقى كان مفرد يبقى فيه عنده أربع مفرد وملول لأنه عنده مفرد في ال D يبقى أنت في المتحدة تبص للسؤال اللي هو بتقرأه مرة واثنين وثلاثة شوف بقى الأسئلة بتاعت البابي التاني الحلوة برضو يعني في بعض الأسئلة اللي متقرأ السؤال كده تحس إن السؤال إجابته موجودة معاك بس عاوزة قوة ملاحظة وتركيز أنت كده مسكت البابي الأولاني عرفت والله فيه فنيات كسد الحديد مركبات الحديد والخواص المناطسية والخواص المادة الضائر وبارة فلازم تقرأ كويس قوي قبل تخش يمتحان الأسئلة ضرب عليها مرة واثنين وثلاثة الامتحانات بتحسين النفاة الكافلة تخش يمتحان فعلا مهم بما أنه كويس إزاي تعال كده بص أسئلة البابي التاني إعرى السؤال هنا معاك كده بقوليه أي لملاحة تالية تكون راصل إيه أبو قولك لأخر مرة تاني بتستعجلش فرات السؤال إعرى سؤال مرة واثنين وثلاثة قبل ما تختار الإجابة النتجة ممكن إجابات متقربة جدا من بعضيها مبدأ الاستبعاد الطالب الحديد في أوفر الامتحان مبدأ الاستبعاد موجود قدامه إزاي قال لك أن أي من الملاحة لا تكون راصل وتسعد غاز يعني حاجتين تكون راصل المرحة ده ممكن تكون راصل أو ممكن يطلع منه غاز عنده ضفة حمض الهايدركولوريك سوان يبقى وقال لحمض الهايدركولوريك الراجل ده يكشف عن من بقى أنت مذكر كويس أو عن ستة كربونات والعنيونات كربونات والبيكربونات والكابريتيد والكابريتيد والساكابريت والناتريت يعني بديه عمره ما يكشف عن نطرات يبقى أنا السبعادت به والسبعادت جيم يعني شوف أنت في الامتحان اللي بيضط الامتحان مش بكود ملاحظتك هنا أنا عارض حمض هسي إل ما أنا مذكر أن حمض هسي إل بتفاعل مع ستة أنيونات الكربونات والبيكربونات والكابريتيد والكابريتيد والساكابريت والناتريت طبع عمره ما يتفاعل مع النطرات يبقى أنا بديه شطبت رقم بيه وشطبت رقم بيه تو تمام أصبعاً دلوقتي ألف ودالي طبعاً أنت هسي إل مع الناتريت بتطلع غاز اللي هو غاز أكسيديم نايتريك متشكرين يبقى أنت مع الناتريت بيطلع غاز النقوع دي من اللوم يتحول في لواء اللي يبخرب ونيحة أمراء طب نكمل بقى طب عم هسي إل أنت بتكشف عن كاتيون مين ومين اللي ممكن تكون معه راسب هل مع السوديوم قاله لأ قاله ممكن مع الرصاص مجابة نين إن هسي إل اللي بيعتبر كاشف أنيوني وكاشف كاتيوني بيكشف عن ستة أنيونات وبيكشف عن ثلاث كاتيونات اللي هو الرصاص والزئبك والفضة فأنا بديهي أعرفت إن الملح ده النطرات تتفعل مع HCL والHCL برضو تتفعل مع الرصاص مع الرصاص هيديني البي بي سي إل اللي تراسب ومع النطرات بيدينا حمد إنها يترس ومنحل في الأخي بيطلع لك إنه فبديهي الطالب لو أرى السؤال كويس أو هي دي فكرة الأسئلة إنه بشوف الطالب عنده كوت ملاحظ بالسؤال أو لا يبقى أنا أردت السؤال السبعيت بي وجين بدليل إن HCL ما تفعلش مع النطرات خالص فالسبعيت بي وجين ركزت على الألف وبي هنا يتريد نايتريد يطلع غاز إنه عدم اللون وكوصوه ببيضاء يبقى أنا كده طلعت بواحد طب ما هنا كاتون الصدو منها كاتون الرصاص ما نعافل ال HCL دوت بيكشب عن كاتيونات إما الرصاص إما الزيبق إما الفضل فبديهي اخترت رقم دال تعال شوف برضو أسئلة تانية برضو من الأسئلة حلوة فدعت الامتحام كل دي أسئلة تجربية تعال بص على الصابق كده مع بعض عند وضافة حمض الهايدروكوريك المخفف ما برضو الطالبة دي يركز على الست أنيونات إلى ملحين مختلفين كل واحد على حدة تصعد غاز من كل منهما وكل الغازين قبل الأكسادة الله يسعى عند وضافة HCL المخفف HCL المخفف من عند كربونات والبيكربونات والكابريتيد 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 والناتريت إلى ملحين كل ملح الواحد تصعد غاز في الاتنين الغازات اللي طلع قبل الأكسادة فبديه تسويني بقى هيدا الصيوكابريتات بيطلع منه غاز ثانو وسيكابريت قبل الأكسادة يعني الملح ده جيت الملح اللي جنبيه بيه كربونات والسوديوم بيطلع منه ثاني أكسيد الكربون ده غير قبل للأكسادة إيه ببديه ألف غلط نجي رقم بيه HCL مع K2S بيطلع غاز H2 S هذا الغاز غير قبل للأكسادة رغم أنه موجود معاها KNO طو بيطلع منه غاز KNO قبل الأكسادة واحد غير قبل الأكسادة والتاني قبل الأكسادة يبقى برضو بيه غلط لأنه في واحد فيهم غير قبل الأكسادة الغاز اللي طالع طب رقم جيم كربونات البوتاسيوم مع HCL بيطلع هسانو وسيك كربون غير قبل الأكسادة فبديه برضو جيم غلط جيت عندي دال قالك لما ضفته إلى الكابريتات بيطلع غاز ثانو أكسيد الكابريت قبل للأكسادة يبقى الملح ده صح ومع النيتريت بيطلع غاز أنه أكسيد نيتريت برضو قبل للأكسادة تحول لأنه طوء بخرب وأنها حمراء فبديه الطالب عرف أن اللي جابة بتاعتها يرقب ده يبقى معنى ذلك نوعية الأسئلة حتى كتاب المفاهيم بيساعدك تفتشفي الغاز العبار عنه يبقى أنا كده عرفت سؤال زي ده برضو لما ضفت HCL إلى ملحين كل واحد على حدة تصعد غاز وكمل السؤال الغازات اللي طلع قبل الأكسادة فأنت بتتسبع دي الملح اللي بيطلع منه غاز غير قبل الأكسادة فأصبح تركيزك رقم ده اللي أنت السبعيت بقى البيكربونات والسبعيت الكيتو اس والسبعيت الكربونات والبيكربونات فبعد دي اخترت رقم ده تعال بص السؤال اللي بعد كده السؤال رقم ثلاثة تعال بصك يا السؤال رقم ثلاثة يمكن التمييز بين محليل الملحين إدلك محلولين يمكن التمييز بين محليل الملحين كابرتات الأمونيوم وكابرتات الماغنيسيوم شو بس السؤال بصد محلول إيه الكابرتات موجودة في الاتنين بلغيها هركز على الأمونيوم والماغنيسيوم طب مين بقى الكشف اللي ممكن يكون مع ماغنيسيوم راسب ما انت مذكر الكربونات النطرات وهنا كان المغنيسي مش هتفاعل مع كيس ايه نفس الكلام ما انت عندك هنا كربونات الصدوم بسيط الكربونات لما ضفها معكبات المغنيسيوم هيديها راسب ابيض من كربونات المغنيسيوم لكن لما جيت معكبات الامونيوم ضفت لكربونات الصدوم مش هتكون راسب يبقى انا بسيط للسؤال فجأت ان الكابلات موجودة في الاتنين طب الامونيوم والمغنيسيوم ما انا خدت في اكتاب المغنيسيوم ان المغنيسيوم مع الكربونات بيديه راسب ابيض من كرات المغنيسيوم فانت اخترت بديه اجابة رقم جي تعال برضو من دم الاسئلة المهمة برضو الحلوة تاني بصوا على السؤال ده برضو الحلوة بيقول له ايه باستخدام الجدول التاني ادالك محلول ايه ومحلول بيه تمام ودالك الكاشف كام بانه وفور المحمد فالطالب باديه ومذاكر كويس قوي ان برمجات دي اسمع بيرمنجنات بوتاسوب بنفسجية وتحتها انو ايتش ده كاشف ده كاشف الا مع المحلول ايه زال اللون ومع المحلول بيه برضو زال اللون سوان بقى زال اللون مع البرمنجنات يبقى بديه الايه والبيه اما الناتريت اما كبات حديث سنائية ان الاتنين دول بزيله البرمنجنات طب مكمل بقى مع الانو ايتش مع الايه لا يتكون راسب ابقى معنا ذات ده بديه عبارة عن ان ايه بديه ان المحلول ايه دوت عبارة عن ان ايه المحلول ايه يمثل ان ايه ان وطو والمحلول بيه اللي بيكون راسب مع الانو ايتش اللازم عبارة عن اف ايه اس او فور ابقى انت في الامتحان محلول ايه بيزيله البرمنجنات وبي بيزيله البرمنجنات الايه عمره ما بيزيل وهي نفس الكلام برضو غلط هو البي بيزيله البرمنجنات ده ما انتم اقصده برضو غلط فبقى ديه حتى لما جيت بسيط رقم جيم البي كبرات حديث سنائية ده قلق بيزيله البرمنجنات يبقى ديه غلط يبقى اللي بيزيله البرمنجنات كبرات حديث سنائية وبردو نيتريت السوديوم طب اللي اتنين لما اضيف السوداء الكوية مع الناتريت مش هتكون راسب لكن مع كبرات حديث سنائية تكون راسب ابيض مغدير دي نوعية الاسئلة برضو اللي خلي بالك منها في الامتحان شو برضو المسألة المهمة برضو هي شو المسألة هنا ايه قالوا المسألة حلوة اوي كويس اوي شو في المسألة عصفائي قالوا ايه عن تفاعل 125 ألف مول من حمض الكابريتيك المركز مع وفرة من نطرات السوديوم اللي عبر عن ان ايه ان اسري هيدين لكابريتيك السوديوم وتكون حمض الناتريك صحيح السؤال بكمل وعند مغيرة حمض الناتريك الناتج مع 200 مل من هدروكسي السوديوم او استركيز هدروكسي السوديوم معناه مسألتين في مسألة واحد فعاوزين نشوف السؤال ده جزء زي بانه قولوا سوال بقى المسألة ده عبر عن جزئين حمض الكابريتيك مع نطرات السوديوم ادنا حمض الناتريك طب لو جينا بصينا من معادلة هنا واحد مول حمض كابريتيك ادنا اتنين مول حمض الناتريك طب وقال له في المسألة اللي اتفعل هنا 125 من 1000 مول من حمض الكابريتيك 125 من 1000 مول حمض كابريتيك هديني كم مول حمض ناتريك طرح فين فساطين طلعت ان عدد مولات حمض الناتريك بيساوي 25 من 100 مول قال له حلوة او بقى خدت انا حمض الناتريك ده فعلته مع الان ويتش ابعاد المولات هنا واحد اعاد المولات الواحد طب هنا عدد حمض الناتريك 25 من 100 مول طب هنا ام بي فيه الفي بتاع هدروسي السوديوم 200 ملة سمتها على 1000 يبقى اتنين من عشرة يبقى هو في المسألة عاوز تركيز هدروسي السوديوم انه جيبت عدد مولات حمض الناتريك ومديلك هو حجم هدروسي السوديوم اقدر اجيب الام بي بقسم 25 من 100 على 2 من 10 هاديلك تركيز هدروسي السوديوم 21 و 25 من 100 مول اجابة رقم ده دي نوعية الاسئلة والمسألة تقرأها مرة واثنين وثلاثة تعالي بص مع بعض السؤال اللي بعكاية التاني هنا بقول السؤال ايه لتعيين تركيز محلول نطرات الفضة عاوز عين تركيز محلول نطرات الفضة بستخدم محلول من مين في دول ببديه الطالب يفكر انا عاوز اجيب مركب من دول يدفع مع نطرات الفضة ويدينا راصب طب بديه الطالب عارف كويس اوي لما فاعل فوسفات الصدو مع نطرات الفضة هادينا راصب من فوسفات الفضة فبديه الطالب من غير ما يكمل من المركب ممكن استخدمه عشان عين تركيز نطرات الفضة فبديه لازم اختار مركب او كاشر بتفعهمها نطرات الفضة فالمحلول اللي استخدمه للكشف عن نطرات الفضة او تعين تركيز نطرات الفضة هو فوسفات الصدوم لاني انه الفوسفات تتفاعل مع الفضة ودينا فوسفات الفضة شوف بقى الاسئلة برضو المسألة اللي جاية برضو المسألة المهمة والحلوة برضو في الامتحان اعرى كده المسألة بصنا كده معايا شوية يقول له ايه عنده اضافة محلول هيدروسية الصدوم الى عشرة ملي عنده اضافة هيدروسية الصدوم الى عشرة ملي من محلول كابريتات الالمونيوم تركيزه واحد من عشرة مونر للحصول على محلول رائك فان كده هيدروسية الصدوم اللازمة للتفاعل بسوقت ايه ده هنا بديه الطريب يفكر مرة واثنين وثلاثة لما اضيف هيدروسية الصدوم الى عشرة الالمونيوم بيتكوف الاول راسب ابيض هو قال في السؤال ايه انا عاوز احصل على محلول رائك انا مش عاوز اتراسب موجود فبديه لازم اكون موجود وفرة من هيدروسية الصدوم فالمعادلة النهائية ملحوظة خلي بالك لما اضيف وفرة من محلول الى كابريتات الالمونيوم بيتكون محلول من ميت الالمونيومات الصدوم ده الرائك اللي هو فيش راسب فبديه لازم اكتب المعادلة وشوه المعادلة ايه بص اصابورة كده هو بقى معايا كده هوت كابريت الالمونيوم فعلتها مع الاني او اتش اداني كابريتات صدوم وميتة Urbanнетو الصدوم و المية طب انه بزر موز laneه وزر المعادلة لازموا بهس موزانة لازم قول معادلة موزونة فبديه لاذي اتطالب باش اعرف اوزير MILLاجده baik طب بص كده معايا كابرات الالمونيوم لو جيت بصيت عندي ثنين ألمونيوم اروح ضرب هنا قدام الميت اليمونيات فضرة في اتنين كده أخلص من ألمونيوم أخش لسه وفور كل تلاتة في عندي تلاتة كابريت أرحضت تلاتة قدام كابريت في الصودين فأصبح هنا تلاتة كابريت وينها تلاتة كابريت صح تبص إنه هو في عندي ستة صودين وينها اتنين صودين مجموحهم تمانية أرحض ضرب هنا في تمانية كده المعادلة بتاعتك صحي موزونة تحل المسألة صح وعزف المسألة أعوز كتلة هيدروكسية صودين متفاعلة كابريتات الألمونيوم يدلك التركيز والحجم طب هنا في المسألة الجزء أعوز كتلة هيدروكسية صودين متفاعلة على كتلها المولية التركيز اللي موجود عندك في المسألة قال لك اتفاعل تركيز الكابريتات واحد من عشرة اتفاعل مع عشرة ملي أسامة على الألف واحد من مية طب عاوز كتلة هيدروكسيدي صودين متفاعلة على كتلة المولية بتاعت الاني وإيتش طالعها عاربعين هو هتنسى المعامل بتاعها اللي هو تمانية طرفين فوسطين بطلع كدخ تدرسي صور متفاعلة 40 في تمانية في واحد من عشر في واحد من مية تلاتة الإجابة 32 من مية جرام ابقى انت عرفت إجابتك عن طريق المعادلة الموزونة لو الطالب كتب المعادلة مش موزونة صح هتطلع الإجابة غلط عشان كده على مالك أوف وزن المعادلة في الباب التاني بزيزي دي الباب التاني عاوز منك توزن المعادلة صح شو بعض مسائل تانية واسئلة تانية برضو في الباب التاني بصوا بعض السؤال ده برضو من الاسئلة الحلوة المهمة برضو يقول له ايه بيتحد واحد من عشرة مول من مركب mcl2 مع عشرة وتمانية من عشرة جرام من المية لتكوين xcl2 xh2 أو المتهدرد فتكون كمة x قد ايه قال له اسواني بقى مسائل الملح المتهدرد ازاي بعين كمة ال x والله في المسألة ثابتة هيت لو دلك اي ملح متهدرد وعاوز x المرتبطة بهذا الملح عدد مولات ماء التبلر x اللي هو عاوزها هيت قال له بساوي المول من الملح في كتلة ماء التبلر في قلب العينة على عدد مولات الملح الخير متهدرد في 18 سابتة لها مرتبطة دائما مع ال x 18 انا بفرض ان هوت قال لك اتحد 1 من 10 مول يبقى دي 1 من 10 مول وفوق مولة هي يرتبط مع كام يرتبط مع 10 و 8 من 10 قد 10 و 8 من 10 يبقى 1 من 10 يرتبط ب 10 و 8 من 10 والمول بيرتبط 18 يطلع الناتج بستة يبقى x اللي موجودة عندك 6 مول شوف برضو المسائل التانية برضو مهمة فعندك نوعية مسائل كتيرة هي بيتضرب عليها في الامتحان المسائل دي كل الغرض منها التدريب وتشوف شكل السؤال بيجي ازاي والمسائل بتضرب عليها مرة و 2 و 3 وشوف فكرة الاسئلة بتجي ازاي تعال برضو مسائلة من مسائل اللي جات في الامتحان اضيفة 12.5 مل من الماء المقطر الى 50 مل من حمض كابريتيك تركيزه 4.9 جرام لكل لتر هي المشكلة هنا بقى اضيفة 12.5 مل من الماء المقطر ضفطاء الى 50 مل من حمض كابريتيك تركيزه 4.9 جرام لكل لتر ما هي مولارية يعني تركيز المحلول الناتج بعد التخفيف قانون عندك موجود ان الحجم في التركيز للمادة الواحدة قبل التخفيف سوى الحجم في التركيز لنفس المادة بعد التخفيف المادة في الاول كان 50 مل تركيزه كام عام عندك في المسألة المسألة هنا بسيطة طب انت تركيزه كام تركيزك 4.9 جرام لكل لتر انا عاوز التركيز بالمول لكل لتر طب انا في المسألة مدين اقول اذا علمت ان القطلة المولية بتاعت حمض الكابريتيك 98 ومدقلك عشان تستخدمها في المسألة عشان حول التركيز من جرام لكل لتر الى المول لكل لتر بقسم القطلة المدقلك في المسألة على القطلة المولية عشان حول التركيز من جرام لكل لتر الى المول لكل لتر فهنا مدلك القطلة بالجرام اربعة وتسعة من عشرة اسمتها التمانية وتسعين الى الكطلة المولية بتاعت حمض الكابريتيك تلع التركيز خمسة من مية مول لكل لتر يبقى انت في الاول حجم خمسين ميلي كان التركيز مدلك اربعة وتسعة من عشرة جرام لكل لتر فانت بديه حولتها المول لكل لتر اسمتها على التمانية وتسعين طلعت التركيز خمسة من مية الحجم بعد التخفيف كان في الاول خمسين ميلي دفتال اتناشر ونص فالحجم انها اصبح اتنين وستين ونص واعتغلط فيها يعني في الاول كان خمسين ميلي انا دفتالك اتناشر ونص تاني عليه يبقى الخمسين ميلي الموجودة في الاول وضيفت اتناشر ونص ميلي يبقى اصبح الحجم كله اتنين وستين ونص يبقى تركيزك كان بعد التخفيف قولوا والله كان الاول حجم خمسين وتركيز خمسة من مية بعد ما حولت من جرام لكل لتر المول لكل لتر يبقى التركيز بيستاوت خمسين في خمسة من مية على اتنين وستين ونص يطع التركيز عندك أربعة من مية ادي مسألة امتحاد تعال شو برضو الأسئلة التانية برضو المسائل المهمة والأسئلة برضو الحلوة هي هنا بقول له ايه عند ضفة محلول برمنجانات بوتاسوم بنفسجية محمد أم حمد كابريتيك المحلول نيتريدي السوديوم اللي عبارة عن ايه ان اوتوم ضفت له برمنجانات بوتاسوم بنفسجية ايه طالب مش حافظ المعادلة فتح كتاب المفهوم المعادلة موجودة فسهل لك السؤال هو النايتريدي هتأكسب بالبرمنجانات الى ان ايه ان اسريتر تمام ويديني بعد كده كابريتات السوديوم وكابريتات المنجانيس يعني معنى زيك كابريتات البوتاسوم كابريتات المنجانيس عندك محليل الكابريتات قال له في السؤال ده نترى الصدوم وكابريتات بوتاسوم كابريتات منجانيس يعني معنى زيك في محليل موجودة كابريتات في الاتنين موجودة اهيه قال لك ضفت بعد كده كوريد الباريوم فالطالب بديه فكر ان كوريد الباريوم مستخدم للكشف عن كابريتات كابريتات فبديه كوريد الباريوم مدفاعل مع الكابريتات ودي لك راسب أبيض لا يزوف الأحماض لو عبارة عن كابريتات الباريوم بي ايه اس وفور هدي سؤال من دمنا الأسئلة برضو مهم تعال بص بقى مسألة في الامتحان بتعرف بيها نوع المحلول قال له اضيفة 20 ملي هيدروكسيد صاديو تركيزه 1 من 10 مول لكل نتر يعني مدين هنا هيدروكسيد صاديو مهوت الى محلول حمض كابريتيك حجمه 110 ملي وتركيزه 2 من 10 مول ايه اللي اختارات التالية وعبر عنه المحلول اديه واحد وتأثيره على لون الكشف اللي معاه قل له سأنا بحل المسألة لازم تكتب معادلة الأول موزولة حمض كابريتيك ايش توصو فور هيدروكسيد صاديو مهوتش طبعا بديه اللي اتنين ده هي بتفكر فيها بتحطها بعد بتكتب معادلة الهيدروكسيد على الحمضة عندك سيناول كابريتات في اتنين ايش الهيدروكسيد فمهوتش واحدة بس فبديه لازم اضرب في اتنين يبقى كده المعادلة موزولة اتنين 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 اتش م ا في ا على واحد الى عدد مولادة الحمض الساوء م بي في بي على اتنين واثنين عدد مولادة القعد تعود بقى في المسألة حجم الحمضة عندنا مدولة في المسألة عشرة وتركيزه اتنين من عشرة مولر على واحد القلوي حجم القلوي عشرين ملي وتركيزه واحد من عشرة مولر يبقى عش عشرة في اتنين من عشرة اللي تطلع على النتيجة باتنين ده عدد مولادة الحمض عدد مولادة القلوي عشين ملي في واحد من عشرة على اتنين تطلع بواحد يعني عدد مولادة الحمضة اكتر من عدد مولادة القلوي بدي المحلول الحمضة فانا كده السبعية تألف والسبعية تدار فاصبح التركيز عندي اما بي اما جيم يعني حمضة وحمضة تكمل بقى اللي جابة صح هل محلول الحمضة يحول لون الفنول في سانين او احمر ما تكملش لان الفنول في سانين في الوصف الحمضة يعني من اللون فانت سرعت الرقم به ترجع تربص عندي جيم وفا الحمضة صح يحول لون المثيل البرتقالي الى الاحمر صح لان المثيل البرتقالي يعطي في الوصف الحمضة لون احمر فانت بديعش تختار سؤال زي ده لازم تفكر كويس او هكت المعادلة موصولة يعني ممكن طالب يكتل معادلة كتاب حمضة كابرديك اشتو الصفور مع الان و اتش بس محطش الى اتنين بتوازن المعادلة تطلع المسألة غلط فلازم يركز كويس او في المسألة شوف برضو بعض اسئلة تانية شوف برضو من دم الاسئال برضو لجات في امتحان من الاسئال برضو الحلوة مهمة عينة غير نقية كتلتها تلاتة جرام من كورة حديث سلاسي عينة غير نقية من تلاتة جرام كورة حديث سلاسي يعني معناها ان فيه نتبة شواب هنا اضيبت في الماء ثم اضيفة اليها كاشف المجموعة التحلية التالتة هنا الطالب لازم يفكر بقى من هو كاشف المجموعة التحلية التالتة كاشف المجموعة التحلية التالتة هو محلول نشاد الادروكسيد الاموريوم طالما عرفت خلاص المركبة ويبا كده المعادلة تحلي فنتجة واحد وستة من عشر جرام من الراسل فان النسبة المقوية للحديد في العينة ما لازم اكتب المعادلة F-E-S-L-S-R كتلتها بتاعتها غير نقية تلاتة جرام ضيفتنا محلول النشادر N-H-F-H فبديها اديني N-H-F-L و-F-H كل تلاتة طب من عندي هنا في الاموريوم هنا هدروكسيد تلاتة ضربت هنا في تلاتة هيت وزنت المعادلة هو في المسألة عاوز ايه النسبة المقوية للحديد في العينة F-E-S-L-S-R الحديد اللي هنا نفس اللي هنا فانا باخد المعادلة بطريقة سألة جدا ما اقعد الراسل أصلا هدروكسيد حديد سلاسي بقلبيه من جوه حديد كل ده مول كتلتها كلمولية بعد ما توزنها اللي حايد مدولها في المسألة 56 زائد U-16 و-H-11-17 في تلاتة و-56 يطلع كل المجموعة كله مئة وسبعة يبقى الكتلة الملائبة بتاعته U-F-E-S-E-C-L-307 الحديد لـ-56 مول حديد طب الراسل اللي تكون من F-E-S-E-C-L-3 ده كام اللي انت طلعتها على العينة كلها 3 جرام في مية تطلع النسبة المقوية 27.9 من 10 في المية إيه ما اخترت إجابتك أهيه بس لازم تحل المسألة الأول في قلب الدليل البوكل بتاع المتحان الأول تتأكد المسألة صح يعني أي مسألة موجود تجي للمسألة كلامية فتخلي بالك انت وبتعرى السؤال إيه رسؤال مرة واثنين وثلاث في المسألة اللي لازم تركز كويس أو فرات المسألة تعال بعد كده من نوعية الأسئلة المباشرة في الامتحان المضمونة سلازمة حليل A و B و C أضيفة لكل منهما على حدة كل منهم على حدة محلول X فتكون رصب A ده سواء دي بالتسخين في A ورصب أصفر ليزوف محلول نشادر في حالة B ورصب أصفر يزوف محلول نشادر في حالة C من أي أنيونات بقى الA و B و C من هو الكاشب بديل طالب يفكر كويس قوي فعندنا محلول نطرات الفضة يكشف عن 6 أنيونات فالطالب يفكر كويس قوي إن محلول نطرات الفضة يكشف عن 6 أنيونات الكابريتيد والكابريتيد والكولوريد والبروميد واليوديد والفوسفات فبديه الطالب فكة في الامتحان المحلول الملح اللي يديها زي الرواصب هو نطرات الفضة فبديه أدور عن نطرات الفضة طلعت ألف وطلعت دالب أنا سبعدت به وجيب إذا أصبح تركيزك في الامتحان مصب على إما أجاب رقم ألف أو رقم دالب ما انت سبعدت به وجيب قاله طب قاله في المسألة في حالة إنه تكون راصب أبعد سودي بالتسخيم الكابريتيد راصب أسود الكابريتيد راصب أبعد سودي بالتسخيم فبديه أدور على الايه؟ الكابريتيد بالتهم تمام؟ وقال لك راصب أصفر اللي يزوف في محلول نشادر الراصب الأصفر اللي يزوف في محلول نشادر هو اليوديت وقال لك في حالة السي راصب أصفر يزوف في محلول نشادر الراصب الأصفر اللي يزوف في محلول نشادر هو الفوسفاد فبديه خط إجابتك رقم دالب عشان كده الإجابة دي أسئلة سابتة موجودة في الباب عندك التاني بالتفصيل فخلي بالك نطرات الفضل اللي عبارها على الـ A-G إن أسري تضاف إلى ست أنيونات في الباب التاني كابريتيد راسب أسود كابريتيد راسب أبض سود بالتسخيم كولوريد راسب أبيض يزوب بصرع في محلول نشادر البروميد راسب أبيض مصفر يزوب ببطر في محلول نشادر اليوديد راسب أصفر يزوب في محلول نشادر الحمد الناتريك آخر واحد الفوسفات راسب أصفر يزوب في محلول نشادر الحمد الناتريك دي نواية الأسئلة شوف برضو مسألة تانية هي يبقى معنا زالك عندك كم أسئلة هنا في الباب الأول خدناه دي الباب التاني هوت شوف برضو من ضمن الأسئلة اللي جاءت لك في الامتحان هي تقلب بلق مسألة الخليطة حلوة قوي مخلوط كتل 4 من 10 جرام من كربونات صوديوم وكوريت صوديوم أيا كان بقى ممكن لك مخلوط كتل 4 من 10 جرام من هيدروكسيد صوديوم وكوريت صوديوم معادي يجيب لك مخلوط من أي مدتين تم معيارة هذا المخلوط 20 ملي من حمد HCL تركيزه 5 من 100 مولر أعوذ نسبة كوريت الصوديوم في العينة نسبة كوريت الصوديوم في العينة أقول له أسواني بقى الاتنين مع بعض كتلتهم 4 من 10 جرام هو أعوذ نسبة كوريت الصوديوم ما لانا جبت كتل الكربونات الصوديوم أتراحها من 4 من 10 هجيب كتل كوريت الصوديوم أسيمة على 4 من 10 مية حلة المسألة فبديد طالبي يفكر كويس قوي إن الكربونات والكولوريد لما ضفنهم HCL HCL يدفع مع كربونات بس مش هدفع مع الـ NHCL في الملحوظة خلي بالك منها كويس قوي حمد HCL يدفع مع كربونات الصوديوم إن توسي قصري فقط ما تفعلش مع الـ NHCL فبتكتب المعادلة الموجودة عندها في كتاب المفاهيم 2HCL مع الكربونات طبعا الـ 2 دي تخلي بالك منها كويس معادلة موزونا مع الكربونات هدين اتنين NHCL ومية حسين وصيد كربو طب سوال العلاقة بين مين ومين بين HCL اللي أنا استخدمته ككاشف مديني التركيز بتاعه ومديني الحجم اتفعل مع الكربونات فانعاوز اعرف كتلة كربونات الصدم اللي اتفعل مع الـ HCL إبقى التركيز في الحجم بالليتر على الـ 2 المعامل حمد HCL هساوي كتلة كربونات الصدم المتفعلة على كتلتها المولية ما هو من ديلك الأوزان الزرية طرفين في وسطين الكتلة المولية بتاع الكربونات الصدم 106 عن طريق الأوزان الزرية 3 في 16 زي 12 زي 2 في 16 طرفين في وسطين طلقت كتلة كربونات الصدم المتفعلة من الـ 4 من 10 مش كلها 4 من 10 جرام قد ايه منك كربونات اتفعلت مع الـ HCL تعرفين في وسطين طلعت 53 من 1000 جرام دي كتلة كربونات الصدم اللي اتفعلت مع الـ HCL طب انت عمل الـ NCL كتلتك قد ايه من الـ 4 من 10 دي بطرح 53 من 1000 من الـ 4 من 10 اللي كتلة انخلت كلها بالكامل تطلع 34 من 100 جرام دي كتلة الـ NCL طب كان في المية بقى سمع الـ 4 من 10 ومية تطلع النتيجة 86 و75 من 100 جرام مسألة من المسألة المتحدة المهمة برضو خلي بالك مسألة الخليطة مباشرة خليطة من كذا مع بعض اتنين بيتفعلهم كاشف فالكاشف ده بيتفعل ومركب السيبت تاني فالكون بتاعك السابت لو دلع في المسألة خليط أو عينة غنقية وجايبها جنبيه كاشف يبقى التركيز في الحجم اللتر بتاع هذا الكاشف بيتفعله كتلة المتفعلة من مركب ده على كتلة المورية بيتفعله كتلة المتفعله اللي هو عايزه في المسألة فبديل لما طرح المسألة مرة واتنين واتلاتة مش حافظ المسألة فكرة المسألة في فهمها فبتطلع فكرة المسألة طبي optimal jets خش بص وصول السؤال آسل々 برضو من Newton المهمة الحلو في الباب التاني خش على الباب التالي الاسئلة وہيز الخلوة plant هير خدنا نوعية أسئلة كمية عضوية خدنا الباب الأول وخدنا الباب التالي شو بقى أسئلة الباب التالت اللي فيها فكرة حلوة قوي الباب التالي بكلمة اعزان كيميائي والذيال الآيوني وتفاعل تام وتفاعل انعكاسي خلي بقم الأسئلة كويس قوي وبقى خدخش بعد كده على الذيال الآيوني وقانون السفال دي اللي يطبق على طوله الضعيف فاس القولة انه تام التأيون شو بقى لحند الضعيف في كيمة الكي بتاعته كيمة ازاي تخلش بعد كده على مسائل الكي اس بي مسائلة كي سي مسائلة الكي بي بتاعت الضغط البريشر التميو حاصل اذابة لازم تنمي الاول تغير الباب كويس اوي الباب التالت افكاره حلوة جدا من الباب اللي في فكرة عاوز الطالب يقرأه كويس يعني المفروض تغير الباب التالت كويس اوي بعد كده شوف الاسئلة بتجي زي كل ما تغير اسئلة تشوف فكرة اسئلة بيجي زي شو يسأل او انا بقولك ايه عن نضافة كطرات من حمض الهايدركوريك انت عارف رمزه HCL ADHCL الى النظام المتزل لمحلول اسيتات السوديو الطالب لازم يخله باله يكتب المعدلة اول يكتب المعدلة فان ذلك يؤدي الى ايه بيعملي دي قاعدة لوشة تيلي ADCH3 COUNA مع المية محلول ما فيه مية الH موجب تاخد الاسيتات يديني حمض الاسي كيتفضل NA موجب وH سالب ده عبارة عن قلو قوة تم التأيون موجود في صورة ايونات لكن حمض الاسيتات خلي بالك ده حمض ضعيف غير تم التأيون فبيتكون فمحلول اسيتات الصدم عبارة عن حاجتين حمض الاسيك ضعيف ودروسي الصدم قلو قوة تم التأيون في صورة ايونات فبدي قبل ما كمل ان اساد الصدم قلو التأثير على باد الشمس يعني لازم تعرف ان اساد الصدم مركب قلو التأثير قالك دلات على HCL بينزل على الاناء بالكامل اهو فبينزل في قلب الاناء HCL عبارة عن حمض قوة تم التأيون يعني في H موجب وصل اللي سال في صورة ايونات فالH الموجب بتاع الحمض يجري يدور على ايون حر يتحد معاه حمض الاسيك ماليش دعوة بيك خلي باب سؤال دي كويس قوي الH موجب بتاع الحمض يسحب الهيدروكسيد عشان نتكون مياه لما يسحب الهيدروكسيد حسب قعدة لوشا تليت تفاعل يسحب تجاه المصحوب يعني لما ضفت HCL H الموجب ده رح سعب الOH اتكون مياه يعني معنى ذلك الان H بتسحب فبديل الاسيك تبتدى جزء منه اتقين تاني هديني حمض الاسيك وكاتيونات سوديوم يعني تركيز الحمض بيزيد اتدور هنا تركيز الحمض بيزيد مفيش ده ناقص تركيز الحمض قوله غلط طبعا انا ماشي في اتجاه الطر دي فبديل تركيز الكاتيونات سوديوم تزيد قالك ناقص قوله برضو غلط طب قالك في المسألة زيادة تركيز ايونات اسيتات السوديوم ده نبامش بعيد عنك يعني نبامش في تجاه الطر دي بابعد عن اسيتات السوديوم فلازم تركيزها يبتدي قل كيف لك هنا يزيد ايبا جابت برضو غلط فانت بتسابع دي اللي جابها الغلط من السؤال نفسه طب قالك بيزيد تركيز كاتيونات سوديوم صاح لانا لما اصحب الهدروكسيد فبديل يبامش في اتجاه الطر دي حسب كعدة لوشة لي لما اصحب في اتجاه الطر دي ان الهدروكسيد بيسحي فلازم ازود تركيز ايونات السوديوم اللي هو كاتيونات السوديوم فجابتك رقم جيم هيا اللي صح دي من الاسئلة الحلوة جدا في الامتحان اللي تي في الامتحان شوف برضو نوعية اسئلة تانية البابي الثالث اسئلته حلوة جدا هنا صعب يقول له ايه ادع له شكل بياني المحوة الرأسي من درجة التركيز والقوف من جهة تجاه التفاعل وبعد كده من ديلك المعادل في حال الاتزان ايه زي التلاتة بيه بدينا اتنين سي عاوز في المسألة عاوز كمهة الكيسي قول له سواني بقى انت عاوز كمهة الكيسي طب ما الكيسي بتسو ايه هنا بقى لازم محسب بقى الكيسي بيساوي تركيز السي تربية على التركيز حاصل ضرب بتركيزات المتفاعلات تركيز الاـ مش Maßلح مش موجودة في تركيز البي الكل تكعيد كتبت القانون كده عصبه كده في الامتحان طب ما هو شوف تركيز بقى سي و تركيز ال او تركيز ال بي من على الرسم البياني لو جينا بصينا السي او جينا بصينا ده السي ده عباره عن نواتج يعني بدأ من السفر وصلت الى موجة بهنا 2 من 10 يعني هو طالما هو السي في النواتج فلازم يبدأ من السفر تحت ابقى انا تلقى من السفر وصلت لسي ده 2 من 10 ابقى تركيز السي 2 من 10 وهو تنسى المعامل بتاعها تربية طب ال ايه يمثل متفعلات فلازم تركيزه بي ال قادل متفعلات قادل ايه هي قلت من 2 من 10 بقت 1 من 10 ابقى تركيز ال او 1 من 10 ما عندوش معامل في تركيز ال بي ال بي كان 6 من 10 وصل ل 3 من 10 النقص هنا 3 من 10 ابقى تركيز ال بي 3 من 10 مرفوع للمعامل بتاعها 3 لما طلع الكيسي تطلع 14 و 81% ابقى اللي جابتها بتاعتك رقم بي يعني خلي بالك كويس اول ما تيجي تبصل اي معادلة تعرف فيه المتفعلات والنواتي طالما ده نواتيك فهيبدأ من السفر طلع وصل ال قد ايه الجزء مأس المتفعلات معناه نازل من فوق اللي تحت تركيزه بيبتدي ايه دي مسألة عندك برضو من مسألة مهمة في الباب ده هوت تعال بقى الاسئلة السابتة في الامتحان وخلي بقى لك برضو من السؤال ده اي مما يلي يمثل تفاعل التام نصح صحبك كويس كده التفاعل التام تفاعل ترسيم وانت خدت في الباب التاني بسم الله ما شاء الله ما تفاعلات ترسيم بتاري جدا اي تفاعل محلول مع محلول بالدين محلول وراسب تفاعل كام وتفاعل اللحظة انه بتنبين ايونات يعني النطلات الفضة مع 600 ايونات تفاعل ترسيم كوريد البريوم مع كبريتات محل تفاعل ترسيم محلول الصدى الكوة ملاحة دي السنائي أم لحة دي السلاسة sunglasses ام لن تفاعل كام محلول النشادر مع ملاحة دي السنائية ام لحة دي السلاسية المن تفاعل كام فالتفاعل مصوب تكوير الراسي التفاعل تام تفاعل غاز مع غاز يديني غاز فقناها مفتوح تفاعل تام تفاعل حمض مع فلز ملح وهيدروجين فقناها مفتوح تفاعل تام خلي بالك لو دلك معدل كلها غازات فقناها مغلق تفاعل إنعكاس طب مصدف في الامتحان نعرف التفاعل إنعكاس إزاي هيدخل لك كمه العضوية تفاعل حمض عضوي مع كخل أسطرة تفاعل إنعكاسي تفاعل إنعكاسي يعني لو دلك أي حمض ينتقى بكلمة ويك حمض الكنوي مع كخل ينتقى بكلمة أول الكنول بروبانول بيوتانول ميسانول إيسانول حمض ينتقى بكلمة ويك خلي باج من السؤال وكخل ينتقى بكلمة أول تفاعل إنعكاسي زوابان حمض ضعيف في مية تفاعل إنعكاسي زوبان قاعدة ضعيفة في الماء تفاعل إنعكاسي حمد قوي مع قلو ضعيف ملحو ما تفاعل إنعكاسي تفاعل حمد ضعيف مع قلو ضعيف تفاعل إنعكاسي حمد ضعيف مع قلو قوي تفاعل إنعكاسي حمد قوي مع قلو قوي ملحو ما تفاعل تام إن الأحماض القوية قد قد تم التأيين تفاعل تام تعال بص السؤال هنا أي مما يمثل تفاعل تام استبعد استبعد الإجابة من غير ما تفكر أنا عاوز تفاعل تام حمض ضعيف وقاعة ضعيفة ملح ومية ده تفاعل إنعكاسي طب اتنين حمض عضو ضعيف مع المية اتأين تفاعل إنعكاسي لبقى أنت بديف اللي بتعرفه حمض ضعيف مع قاعة ضعيفة تفاعل إنعكاسي حمض عضو ضعيف مع المية أيون سالب الموجب تفاعل إنعكاسي ملح شعي الزوبان في المية اتزان بينه بين أيوناتو عاصل الإزابة تفاعل إنعكاسي يعني أي ملح شعي الزوبان في المية في اتزان بينه بين أيوناتو بتطلع سابة الإزام كي سي تفاعل إنعكاسي فلو ادلك أي راصب وادلك أيوناتو الاتزال الذي ينشأ بين الراصب وايوناته تفاعل انعكاسي ما ده انعكاسي يبقى الف انعكاسي بينعكاسي جيم انعكاسي رأيت السؤال رقم ده اللي جابه رقم ده انه تغاز اتش تغاز الدانه برضو غاز مش مكتوب جنبيه هنا مغلق يعني هنا مفتوح هو ده التفاعل التام خلي بالك سؤال مباشر امتحاله مضمون يبقى حط الامتحال ممكن نفس سؤال يقول لك يجيب لهم كلهم التفاعلات تامة اي من ما يعتبر تفاعل انعكاسي انا عاوز تفاعل انعكاسي اعكسك السؤال تفاعلات تامة معظم معادلات الباب التاني الترصيب تفاعلات تامة اتنين حمد قوي مع قولة وقوي تفاعل تام تخلي بالك في الاسئلة حمد مع فلز ملح وهيدروجين فقناها مفتوح تفاعل تام تفاعل كلها غازات فقناها مفتوح برض تفاعل تام فداخل الامتحال عارف كويس او التفاعلات الترصيب كلها تفاعلات تامة تعالى بقى السؤال رقم اربع الحلو برضو من الاسئلة اللي عاوز منك فكري بس في الامتحال هنا بقول له ايه في السؤال اداله مركبات ناسئل واسيتات البوتاسيوم ونطرات الامونيوم وقال له في اللي مقول نطرات الامونيوم هيت يعني شكل لك انو قال لك ان عاوز ارتب حسب البيو اتش قل له سواني بقى مطالب الحريف حسب البيو اتش بص في اللقاء الجزء يعني معنى ذلك ان عاوز ان البي اتش في النص بسبعة بيو اتش هي بيو اتش بسبعة بعد كده اقل من سبعة اقل من سبعة لابع ناسئل متعادل ناسئل المتعادل يبقى انا اكس بيها وجيم لان اسيتات البوتاسيوم قلوية من غير ما اتفكر زي اساتي صدم بالظب اساتي البوتاسيوم قلوية يبقى انا كده السئبات الاف والسبات يدار يبقى أنا في الامتحان ركزت على بيه و جيم لأنه أنا بركز على بيه و جيم متعادل ركزت إما قال بيه أو جيم أنت بسواني بقى أستات البوتاسيوم دي قلوية التأثير البوتش بتاعتها أقل من سبعة يعني تحتية هي يعني النسل سبعة اللي أقل من سبعة أستات البوتاسيوم طب نطرت الأمونيوم حمضية لأن الأمونيوم مع الو اتش قلو ضعيف والأنه سرييه مع الـ H حمض قوي فنطرت الأمونيوم حمضي نطرت الأمونيوم حمضي يعني بيتش بتاعة أقبل من السبعة والأن SpaceX متعادل بيتش بتاعته بسبعة وأستات البوتاسيوم قاله التأثير بيتش بتاعتها أقل من سبعة فبدينا يختار ركز بيه وإنت ركزت كويس أو بيه إن أنت السبعةية تألف و جيم ودان لأنها استات البوتاسيوم قاله ويمدارش يكون في النصب أب sevent فاخترت أن IT واللي تحتية أقل من سبعة أستات البوتاسيوم والأكبر من سبب يقدش لنطرات الأمونيوم ضكار حمد التأسين المسألة اللي جاية مسألة عادية بس برضو نخلي بقى لنا منها جاد في امتحان التجريبي بتأخد فجرة المسألة ممكن تجيلك زين مسألة كلامية وممكن تجيلك المسألة بالنص كده تجيلك نفس معادلاتها ده لك المعادلة هي نشادر وإن الأو طوحة لغازية نيتروجين والإتش تقو ركز بقى هنا الـ H تقوم اكتوب جنبها V يعني في حالة غازية تطبق عليها KC أو KB يعني معناها ممكن اكتبها في معادلة ثابت الاتزان لو قلت في الامتحان يجيب لك نفس المعادلة H تقوم بس كلمة L سائل لا يكتب ثابت الاتزان KB هو عاوز في المقادلة هو KB هو قدقلك في المسألة قدقلك في المسألة قدقلك ممكن تقول لي ضغط ضغط الدخوت بتاعت النشادر وضغط الأكسجين وبخار المية أو ضغط النيتروجين ايجيب للمعادلة عادي الـ KB حاصل ضرب ضغوط النواتج مرفوعا لأسر سواء عاد المولات ألا حاصل ضرب ضغوط الجزائية للمتفاعلات كله المرفوع لأسر عاد المولاته برضو انت عامل نيتروجين ده انا عاوزك بها BN2 خليزة منتا ضغط البخار المية اثنين واربعة من عشرة أسستة ضغط النشادر واحد ونص أتم وكل أربعة لازم انسى أحد وحد انسى المعامل في ضغط الأكسوجين واحد وستاشة من المية تكعيب طرفين فوسطين بتطلع بعد كده الضغط بتاع النتروجين يطلع تمانية من عشرة أتم ودي مسألة من المسألة العادية جدا لو جدت في الامتحال تعال برضو من الأسئلة الحلوة في الامتحال اللي بتيجي برضو هي خسب لو شاتلي قال له عندها ضفة محلول كوريدي الصديو فالطالب عارف رمزه NACL قد NACL إلى محلول مشبع من كابريتات وروصاص فالطالب عارف الرمز BBSO4 ده مركب شعيزة وبان في المية يعني بيدينا BB موجب 2 وS و فور سليب 2 ده موجود فقناه قال له ضفتله كوريدي الصديو كوريدي الصديو بيديلك NM موجب وسيل سالب فبديهي بص السؤال ده كويس السيل سالب يسحب الرصاص عشان نتكون كوريدي الرصاص BBSL2 يعني معنى ذلك سحبت BBSL سحبناه من قلب التفاعل فبديهي التفاعل يصير تجاه المسحوب فان طالما سحبتنا انا اولا لازم امشي في تجاه الطار دي إبقى تركيز الكابريتات بيزيد طب يركز بقى كده يزداد تركيز الكابريتات اه دي صح ايه مغالك مش صح ايه وتظل الكيس بيس بتفعلا صح هو تغلط لو قلت تكل كيمة الكيس بيه غلط عمر ما الكيس بيه تغير إلا بالحرار بس يأكل لتركيز الكابريتات برضو غلط ان انت طلعت الاجابة لما سحب الرصاص بالCL اتفاعل سير تجاه المسحوب بس سحب من هنا بتديلك انا من هو بسحب البي بي مجابة اثنين فكابات الرصاص تديلك جزء تاني يبقى تركيز الكابات بيزيد يبقى اما الف اما دال طب ان هو تقول لها تكل غلط هنا يزداد صح وتظل كيمة الكيس بيه برضو سابتة صح يعني معنى ذلك ان هو عدت الاسئلة مش غلط يعني هو عدت الاسئلة عاوز منك فكرة في الامتحان قد من ضمن الاسئلة برضو اللي عاوز منك فكرة في الامتحان ايه قال من ضمن الاسئلة الحلوة برضو في الامتحان بص معاك كده هيلي بيقول له ايه ايه راس قده كويس قوي المعدو مثل تأيون حمد الاسئل طوله تمام انت مدقلي جاهزة ومديني الكائب بتاعتها هيت قال لك ضفت مية اه عملت عاملية تخفيف ضفت مية ظهر هنا السفلت السفلت ده اللهم والله أنا عندي قانون وخاص باللي اكتبه الضعيف فاس ان يتبه الضعيف غير تم التأيون القانون بيطبق نطبق عليه لكن قانون السفلت اللي هيطبق على اللي اكتبه القوي ان يتبه التأيون قال لهم ان انا عندي حمد ضعيف ودفت له مية عملت له تخفيف قال له كويس لما اضلق مية يعني معناها ان تركيز بيقل طوله تمام طالما التركيز بيقل انا بادلق مية هي يعني معناها عادل ملات المفاكجة بالزي وتركيز الهيدروم بتدي يخف والبي اتش كماتها بتزيد بس خلي بالكو العلم السفلت ده اللهم الكي ايه عمره ما تغير بالتخفيف يعني اضفت مية اضفت اي مراكبة من بره الكي سيبتها لا تغير تتغير بالحرارة بس فقالنا اضفت مية ايه اللي يحصل بقى احكيلي كده لما اضف مية تزداد درجة تأيون الحمدقاء بتزيد وتزداد كمسة بتأيون وغلط ان سبق التأيون ما اضغيرش بالتخفيف هتضف له مية مش هتضغير الكي يبقى انت ألف غلط تقل لضرع التأيون اقوله زي كنت انا بضيف مية يعني معناها بخلي المركبة مش في اتجاه الطرد بزود ايونات يبقى ضرع التأيون الحمدقاء برضو غلط طب لما اضيف مية ما انت ضعيف لما اضيف لك مية فلازم التأيون بيتأثر وبيزيد لا تتأثر كل من ضرع التأيون الحمد وصابة التأيون والحد صح لكن دي اللي غلط يبقى برضو جيم غلط لما اضيف مية ما سيحدث لما اضيف مية فلنا ضرع التأيون المركبة اللي عنده بتزاد ولا تتأثر جيمة صابة التأيون فالجاب الرقم ده السؤال ده برضو هو قال لك ايه طب لو انا ضفت HCL لحمد قوي عنده ضفت حمد قوي الى حمد ضعيف شو بقى السؤال برضو الحير لما اضيف حمد قوي زي HCL الى حمد ضعيف زي حمد الاسيتيكة او حمد الفرميك او حمد البنزويك اللي يحصل قالوا الحمد القوي يمنع تأيون الحمد ضعيف انه يتأيين فبحجمها مش خليك تتأيين فلما ضيف HCL ابتدت احد مهمها بيزود الهيدرونيوم فيمشي في اتجاه العكسي تركيزها زي HCL وتركيز الحمد هنا بيزيد وخلي بالك لما ضيف HCL برضو عمره من كي ما تأثر جيف السؤال في الامتحان قال له ضفت HCL الى تأيين معادة حمد الاسيك وراح قال له كي ايه هل نفس الرقم ودلقوا رقم متغير ولا نفس الرقم هو مش هصنلوا حاجة قال لي دي من الاسئلة برضو مهمة في الامتحان تعالى برضو السؤال برضو التاني المهمة هو يقول له في التفاعل المنتز بص الرسم الكويس او حمد الاسيك مع المياه دي ناستاتو هيدرونيو تو تمام فان التغير الحادث عند النقطة T عند النقطة D ايه اللي بيحصل تركيز الهيدرونيو بيقل الله معنى زيك انو بمشي في اتجاه مين ها بمشي في اتجاه يبقى انا بمشي في اتجاه العكسي يبقى معنى زلك الخط الامتحانه انا عاوز التغير عند T تركيز الهيدرونيو بيقل ترام بيقل يبقى انا بمشي في اتجاه مين العكسي طب مين اللي يخدمش في اتجاه العكسي ازود حجم الوعية التفاعل يعني بغاية من الضغط مفيش اي تأثير ان ده كل ده عبارة عن سواق المحالين اضيف كمية من حمض القوي الحمض القوي يبتدي يمنع ان ده ان يتقين يمنع تقين ده يبقى التركيزه يبتدي ايه تعالى بعد كده اضافت كمية من حمض الاستيك لما اضيف حمض الاستيك يبتدي يمشي اتفاقه في اتجاه الطار تركيزه بيزيد قالوا لا طب لو ما اضيف كمية من اسات السوديوم اسات السوديوم ايه يعني زودت اسات ده اسم الايون المشترك يبقى انا ده لات على كل ده كده هوت اسات السوديوم انا زودت الاسات يبقى معناه تركيز الاسات بيزيد فبقى ديه بعمشي في اتجاه العكسي فتركيز الهيدرونيوم يبتدي يقلم ده دي من ضمن الاسئلة برضو اللي عاوزة منك فكر في الامتحان اسؤال رقم تسعة يزداد معدل التفاعل الطردي يبقى انا عاوز يمشي في اتجاه الطردي بزيادة الحرارة وخفض الضغط فاني تفاعل اقول له السواني بقى انت عاوز الطردي يزيد بزيادة الحرارة يبقى انا بدور على التفاعل الماس بس اما ألف اما ايه اما السي طب بسيط كده هو تبقى عندك هنا يبقى انا لغيت البي ولغيت الدي ان انا عاوز تفاعل يمشي في اتجاه الطردي برفع الحرارة اللي يمشي في اتجاه الطردي التفاعل الطردي يزيد برفع الحرارة واتفاعل الماس يبقى اما الا اما السي هتتفكر بقى وخفض الضغط سواني بقى ما هنا عندك في المعادلة رقم ايه هنا اثنين مول وهنا اثنين مول يبقى الضغط اللي يؤثر رغم الحرارة تقصل لكني عاوز الاثنين مع بعض وخفض الضغط طب هنا اثنين مول وهنا ثلاثة مول ايدي واحد وثلاثة فبديه لما خفض الضغط يسيد تجاه المولات الاكتر فبسيل في اتجاه الطردي يبقى انا معادلة من دول ان المعادلة للتفاعل الطردي بيزين بالحادتين برفع الحرارة وخفض الضغط ايه المعادلة رقم سي تعال بص برضو من ديم الاسئلة التانية هي تاسئلة كلها عادية جدا بص السؤال قال له ايه انبوت اختبار في عباد الشمس والاحمر وتمام والتانية في مثال برتقال احمر لان اعباد الشمس في الحمده احمر والمثال برتقال في الحمد احمر ازاي اميز بينهم ازاي تميز بالاتنين انت اعباد الشمس وانك احمر يمكن كده حمد فصل حمد مسال برتقال احمر عشان ما از بينكو لازم اضيف لك قلوي طب مين في كالاوين هوت أضيف كربوناتو الصوديور لما أضيف كربوناتو الصوديور للمادة كالاوية مع بدي شاب دي لون أزرق مع المثيل بورتوكول لون أصفر يبقى نفري متعاني اخترت أين واحد اولا ما استخدم كابرتات الأمونيوم كابرتات الأمونيوم حمضي يبقى غلط نطورات البوتاسوم متعادل يبقى غلط كربونات الكالسوم ده راصب يبقى لازم يكون في صورة محلول يبقى محلول بضيف لمحلول دي كربونات الكالسوم راصب فما اقدرش هستخدمها كربونات الصدم كارغ والتأثير يبقى اضيفها عبادة الشمس يبقى لون أزرق مع المسائل برتقال لون أصفر تعالوا شوك بقى مسألة حلو المسائل برضو اللي جاي التجريبي بص المسألة كده قالوا ايه المسألة فكرة صغيرة جدا اذا كانت كيمة البي واتش الحمضة ضعيف هي عشرة وسبب التأيين اللي عبارة عن الكي ايه مدلك الرجم خمسة وواحد فعش صلو باربعة احسب داري التأيين الفا قلو سوان انت مديني باتش باربعة يبقى تركيز الهيدروجين سوى عشرة والسالب البي اتش يعني عشرة صلو باربعة يبقى انا جبت تركيز الهيدروجين بمعلومات البي اتش البي اتش باربعة يبقى باديه بجيب بعد كده تركيز الهيدروجين بيساوي عشرة والسالب البي اتش يعني عصر باربعة طبع انت جبتلي دلوقتي تركيز الهيدروجين ومديني لك الكي ايه خمسة وواحد من عشرة في عصر باربعة طبع انا عند الفا بيساوي كي ايه على تركيز الهيدروجين يعني خمسة وواحد من عشرة بعصر باربعة على تركيز الهيدروجين بعصر واربعة يطلع الناتج خمسة واحد من عشرة قد الإجابة ومساء المساء المهمة وحلوة برضو بص المساء اللي جاية برضو الحلوة في الامتحان مركب قاعدة سناء الهيدروكسيد مركب قاعدة سناء الهيدروكسيد يعني معناها رمزه XOH ممكن يكون ميم ممكن هيدروكسيد الرصاص أو هيدروكسيد مغنيسيوم قال له سناء الهيدروكسيد شعي الزبان في المية يعني دي قد تكون رصاص قد تكون مغنيسيوم مش هتفر بقى إذا كانت البي اتش بتاعته البي اتش بتاعته كان عام تمانية عاوز الكي اس بي طبعا هنا فيه هيدروكسيد يبا لازم اجيب تركيز الهيدروكسيد ما هو انا مدين البي اتش اقدر اجيب البي اتش طب البي اتش بتمانية اذا البي اتش بيسوي 6 طبعا هنا 14 لان البي اتش اذا البي اتش بيسوي 14 البي اتش ترعب بالستة بها تركيز الهيدروكسيد بيسوي 10 وسلسالب البي اتش يعني 10 وسلسالب 6 ده تركيز الهيدروكسيد المركب الهيدروكسيد حديث سنائي بعمله عملية تأيوم الدين اكس مجاب 2 واثنين الهيدروكسيد وهتنسى المعامل ده يبا الكيز سي بي تركيز اكس مجاب 2 في تركيز الهيدروكسيد الكل تربيق حاصل ضرب تركيزات الايونات كلهم مرفوع لقص بيسوي عدد مولاتهم اكس المولات هنا المعامل هنا واحد الهيدروكسيد كل تربية يبا الكيز سي بيساوي تركيز الهيدروكسيد انت مطلعه عشر وسلسالب 6 كل تربية تركيز الاكس ده هنا مول وانا اثنين مول يعني تركيز نص تركيز الهيدروكسيد يبا الكيز بيساوي تركيز الاكس بكم عام ده نص تركيزك انا واحد انا اثنين يبا تركيز الاكس نص بعشر سلسالب 6 في تركيز الهيدروكسيد بعشر سلسالب 6 تربية يطلع الناتج خمسة من عشر فعشر وسلسالب 18 ما هي هي اطلع العلامة فوق يبا خمسة فعشر وسلسالب 19 ممكن ازوج سفر وارفع ايه ناسب ممكن بتاعي الاختياري هو ده انت عملت الاجابة دي بالضوء ده الاختياري اللي موجود يبقى خمسين فعشر وسالب عشر دي بعض الاسئلة اللي انت عاوز فيها قوة ملاحظة هاي نرجع مع بعض تاني كده دي بعض نوعية المسال والاسئلة بتاعت الباب الثالث شو فجر الاسئلة متفصل ولا سؤال لا افهم شكل السؤال بيجي ازاي طب جينا بصنا بعد كده لسؤال تاني في الباب الثالث بص سؤال برضو من دي من الاسئلة اوز منك بس افهمها بس بتافزاش مديلك حمد الهايدروسياني الكيه بتاعته تلاتة ونصف عصة واربعة وحمد الفورميك ده حمد ده ضعيف الكيه بتاعته واحد وتمانية من عشف وعشف وصالب اربعة الاتنين نفس التركيز اختار بقى اختار واحدة من دون صح قبل ما تختار تروح مقسمة بقى الكيه بتاعت حمد الهايدروسيانيك تلاتة ونصف عصة واربعة الفورميك واحد وتمانية في عصة واربعة بديه ان الرقم ده اكبر من الرقم ده الكيه ايه بتاعت حمد الهايدروسيانيك اكبر من الكيه ايه بتاعت حمد الفورميك فبديه طالما الكيه بتاعتك انت اللي اكبر فانت الحمد اقوى كلما الكيه ايه بتاعت الحمد ضعيف بالزيد كلما كان الحمد ضعيف ده قوي تزداد قوة الحمض الضعيف كلما الكئ بتزيد طالما الكئ بتاعتي بتزيد فإن أكبر منك أنا أنا ضعيف وأنا ضعيف لكن الكئ بتاعتي أنا أكبر منك يبقى أنا هكوأ منك في الحمضية يبقى الز ي Eig bleد أقل منك أنت فت voilà نتيجة أن البي dö chi بتاعت حَمض من Dios 허انيك أقل من حمض الفرميق أضار بقى كيمة القص الهيدروجيني المتصفى في الحمضين استحالة طالما في اختلاف الكي بقى لازم في اختلاف البي اتش كيمة القص الهيدروجيني لحمض الفورميك اكبر من حمض الهيدروجيني فى انا صح ان الكي بتاعتك اقل مني بقى البي اتش بتاعتك اكبر منك انت فاخترت انت راكم به صح فبقى ديه لو انت بديه على جنب تقسمه هاي لو ادلك جدول قالك على أصحいつ احمد بي وصي و ادلك الكي بادية دور الكي ا تعلي واحد القص العاشر اللى فوق السلم اقل واحد لكن كل ما تركب المساب جنبي الاتنين نفس الرкиب 10 kindergarten times 4 10 kindergarten times 4 لكن انت نفس القص العشرة ولكن ال 3 و 3 و 5rado عصل اكبر من دي ابقى باديه في الامتحال كل ما كان الحمض الضعيف بال haven متاعتك كبير كل ما كان الحمضي قوي كما منه ضعيف يبقى ألفة بتاعته كبيرة والبيش بتاعته ليرة قادي سؤال من ضمن الأسئلة تعال لابص السؤال التاني برضو من ضمن الأسئلة الحلوة برضو في الامتحان هنا بقوله ويه التفاعل دوة البيسيل لفايف اتحلل وتفكك إلى البيسيل لسري والسيل لتو موجودين في قلب هناك في مكبس الغازات دي كلها موجودة كده في قلب المكبس بيسيل لفايف وهنا البي سيل تو والسيل لتو قلب المكبس هوا ماذا يحز عند الضغط على زراعة المكبس للداخل معناه إن حجم هنا بيقل معناه زغط الضغط فبديه لما أنا بدخل مكبس لجوه معناه بزود الضغط لما زود الضغط يصير التفاعل تجاه المولات الأقل طب هنا عندي هنا اتنين مول هنا عندي واحد مول أدي واحد وهو هنا اتنين مول هنا واحد مول طالما زقيت المكبس لجوه معناه زود الضغط على التفاعل الغازي فبديه حسب قاعدة لوشاتين بسير تجاه المناط الأقل المناط الأقل الموجودة في الابتجاه العكسي أشوف بقى الإجابة طالما أنا مشيت في الاتجاه العكسي هل يتكون مزيد من سير بسير لفايف يعني معناها بيتكون بسير لفايف آه لكن إيه اللي تفكوكو لا يبقى الإجابة بتاعت الرقم ب السؤال الثاني برضو اللي حلو بس سؤال رقم خمستاشر برضو مباشئ بس عاون منك قوض ملاحظة أي من الإختيارات الآتية دل على أكسيد الناتروجين الأكسر ثباتا قلو عادي مدي لك 2N1 ده 200 مدي لك كسي بتاعته بأكا 2N1 طرد برضو عكس N2 200 كسي بتاعته كل ديها كسيد ناتروجين من أكسر ثباتا اللي هو مش هتحرى في اتجاه الطرد أفضل زي منا موجود في مكاني في المتفاعلات يعني مش همشي في اتجاه الطرد يعني دايما موجود انا في المتفاضي مش هتحرك كل ما كانت الكيس بتاعتي كبيرة باش في اتجاه الطاردة بيتفكك الكيس بتاعت صغيرة معناها ان اتجاه العكس هو الساعد يعني مش هتحكي مش هتفكك ولا مش هتفكك في الاتجاه الطاردة طب من في جبال اقصى ثباتا من في دول بقى الكيس بتاعته اقل واحدة هنا 10-30 كبيرة 33 كبيرة 14 كبيرة يبقى رقم B طب لما الكيس هنا صغيرة يبقى اتجاه العكس هو الساعد يبقى هذا المركب والاقصى ثباتا الله على المسألة الحلوة اللي جاية برضو شو المسألة اللي جاية وركز فيها كويس قوي عشان عاوزة قوة ملاحظة بيقول له ايه ما حجم الماء اللي لازم يضافته الى واحد لتر من واحد لتر من حامد كابرديك تركيزه خمسة من مية مولر حجم في الاول واحد لتر وتركيزه قوي عاوزة قوة ملاحظة ما حجم الماء اللي لازم يضافته الى واحد لتر من حامد الكابرديك تركيزه خمسة من مية مولر عشان يصبح الماء حلول ده البيتش بتاعته بيساوي اتنين قول له سواني بقى الحجم في التركيز قبل التخفيف سوى الحجم في التركيز بعد التخفيف حجم في الاول واحد لتر وتركيزك خمسة من مية طب انا عاوز بعد كده الحجم بعد التخفيف عشان يشوفه ضفت مية ايه طب انا عاوز اجيبه التركيز ما انا مديلك البيتش بتاعتي يعني بعد التخفيف ضفت مية اصبح البيتش بتاعته بيتنين ما البي اتش ممكن اعرف منها تركيز الهدورجين البيتش بندلك بيتنين ايبا تركيز الهدورجين بيساوي عشرة اصي سلب البي اتش يعني بيساوي عشرة اصي سلب اتنين يعني تركيز الهدورجين بيساوي واحد من مية الله عن تكت الامتحان الحلوى حمض الكابريتيك صنع القوعدة في اتنين اتش طب انا عاوز بقى تركيز الحمض نفسه تركيز الحمض بيساوي التركيز الهدرجين على ayudرا على اثنين، لأن هنا الحمد بإتنين. يبقى أنا تركيز الهدروجين. اذا تركيز الحمد، تركيز الهدرجين على اثنين. يبقى واحد منما تركيز الهدروجين علي اثنين تطلقي تركيز الحمد بعد تخفيف خمسة من الف. الحجم في الاول واحد لاتر وتركيز الحمد قبل التخفيف خمسة من ماية. طب انا، اضيفت ماية، فأصبحت urban 사ك بتاعته بأثنين، فاطلقت تركيز الهدرجين واحد من مية فتركيز الحمدة أسانية تركيز جميعا على اثنين طيلها خمسة من ألف إيه بقي التركيز بقي التخفيف خمسة من ألف أجب الحجم الحجم عندك واحد في خمسة من مية على خمسة من ألف تطلع الحجم عاشرة لتر موجود في النجابة عاشرة لتر بس غلط يعني مثل ما طالع عاشرة لتر إيه هو كان في الأول عوض حجم الماء اللازم يضبسه لواحد لتر يعني كان في الأول فيه عندي 1 لتر في الأول 1 لتر أصبح الحجم الكل بعد تأخذوه 10 لتر يبقى أنت ضفت كمية مية ما يقدي إيه هو تغلص فيها ربما نوما دي لها في الإجابة 10 لتر في الحجم في الأول كان 1 لتر لما ضفت مية أصبح الحجم كل 10 يبقى حجم الماء المضاف يسوي 10 يطرح منها الواحد اللي كان موجود في الأول يبقى حجم الماء لازم يضافته 9 لتر فأجابتها في الامتحان 9 لتر هذه بعض أسئلة الباب الثالث وعند خدت الباب الأول والباب الرتال الرابع الرابع هو برضو أسئلته حلوة يعني معنى ذلك أن داخل الامتحان متشبب وأكبر قدم الأسئلة خدتها والأربعين سؤال في الكيمة العضوية وكل سؤال بالليه فكرة بقى جاءت خدت الباب الأول بعد كده الباب الثاني الباب الثالث عاوز أطير أسئلة كويس أو مرة واثنين وتدرب على الأسئلة امتحانية التجربية 2001 واثنين دور أول وتاني واثنين واثنين دور أول وتاني والمتحانية التجربية عماي يونيا وبعد كده متحانية التجربية 2000 واثنين دور عشرين شو بعض أسئلة كاي صغيرة نخدها نهوض مع بعض كده هنا بقول له ده المعادلة عادي جدا BB-O2 بديك المعادلة جاهزة زي انت بقرد بس تبصي بقرد طلع الإجابة BB-O2 مع إيه صفر سالب 2 أربعة شموجب اتنين اتشي جي اتنين سالي سالب لك المعادلة زي الفول قال لك إذا عليم تأن BB مجابة 2 تحاول لجين واربعة الهد تمثل أكسادة بكم عامل أكسادة سالب 1.69 وهنا مديلك الزي بق أكسادة سالب 59 من 100 فولت قال لك بقى التفاعل ده تفاعل تلقاء والغير تلقائي والتفاعل كم تؤدي إيه من معادلة BB-O2 من معادلة هنا BB-O2 المركب ده وصل لده لازم أعرف حقيقة تأكسه الأوب سالب 2 في 2 بسالب 4 يبقى أنت هنا BB مجابة 4 تمام طب هنا BB-O4 الصفور كلها مجموعة بس اللي ب2 بقى BB-O2 فهنا الرصاص يتحول من BB-O4 إلى BB-O2 اللي بقى هنا في المعادلة دي عملية اختزام طب نجي الزبق هنا سفر اتحول هنا اللي سالب 2 يبقى ده مجاب 2 يبقى هنا الزبق مجاب 1 يبقى الزبق من 0 يبقى مجاب 1 هنا مجاب 2 ل2 مجاب 1 يبقى عملية أكسادة يبقى المعادلة دي اختزام للزبق وأكسادة اختزال الرصاص وأكسادة للزبق طلعات يبقى الكوة الدفابة سوى جهد أكسادة الزبق زائد جهد اختزال الرصاص أكسادة الزبق كان معامل في المعادلة ما انت مدقى لجاءة زيه اهيه طب اختزال الرصاص دبقى هنا مديني أكسادة الرصاص مدقى لك سالب 1 و69 طب انعاوز اختزالك نفس الرقم بشارهم خلفه يبقى 1.69 تطلع النتيجة 1.1 من 10 فولت 1.1 من 10 فولت التفاعل ده تلقائي يبقى جبتك رقم بيه يبقى خلي بالك من المعادلة كويس أوي قررت المعادلة قررت المعادلة منها اكسادة من اختزال الموجب بيقل يبقى اختزال الموجب بيزيد عملية اكسادة في الطبق القانون القوة الدفعة بيساوي جهد اكسادة للزبق زائد جهد اختزال الرصاص اختزالة منتقلك في المعادلة جاء زين حاطت الرقم هو هو طب الله بصير بالنسبة بقى له الرصاص خلي بالا في الاسئلة كويس أوي الرصاص هنا اكسادة لكن هنا اختزال فخدت نفس الرقم بإشارة من خلفه شو المسألة برضو التانية المسألة الحلوة برضو في النمتحان هنا بقول له قطعة من عنصر اكس تم تغطيتها بطبقة من عنصر واي يعني جبت عنصر اكس غطيته بطبقة من عنصر واي فاذا علمت ان جهد الاخزال القياسي العنصر اكس ده جهد الاخزال بتاعه كان سالب أربعة من عشرة فولت سالب ربعمية وتسعة من ألف فولت يعني سالب أربعة من عشرة فولت طب ممكن اخولك لأكسادة حاولت لأكسادة نفس الرقم بإشارة موجة بأربعة من عشرة فولت اختزال العنصر واي اختزال سالم كمي عام سالب اتنين وثلاثة من عشرة حاولتك لأكسادة اتنين وثلاثة من عشرة فانت حاولت العنصر من جهد اخزال لجهد أكسادة عشان تعرف من أقل النشاطة ومن أقصى النشاطة من أنود ومن كاسود قال له عادي جدا انت عمل اكس أكساتك بـ 4 من 10 والعنصر وي اللي هو غطى العنصر اكس أكساته 2 و 3 من 10 ده اللي فوق على جودة أكسادة اللي تحت أقل جودة أكسادة طالما اللي فوق على جودة أكسادة يمثل أنود واللي تحت يمثل كاسود فبديل اللي فوق طالما أنود فالواي بيعتبر حماية أنودية أدور حماية نودية يبقى رقم جيم ورقم دال غلط يبقى ركس ألف وبي طب سوال بقى مستر طالما هنا حماية نودية يعني ده بيحصل له عمية أكسادة فلازم يأخذ اختزال المين ده ده مستخاب بالعنصر إكس مستخاب بتاحت فيأخذ اختزال لأكسوجين إلى هواء الراطب اللي هو موجود فيه على العنصر وعن قد من ده من الأسئلة برضو رحلو في الامتحان تعالى شو بقى السؤال اللي جاي برضو تاني هذه الأسئلة ليه التدريب ما حدش بيحفظ بيه ضرب على الأسئلة شو مسأل السؤال ده عبارة عن إيه سؤال أول سؤال بقى بالتاني الثالث الرابع عضوي إيه راكتير وحل كتير يعني عندك بسنة ما شاء الله عندك حوالك 4-5 سيام 3 وال4 ربنا يكريمك كده والخميس حاول تخلص الكيميا كويس قوي كذا كريس قوي قد عندك جمعة وسبت حل امتحانات يعني حل انت حركة كل كده وشو خدت في الزمن قد إيه سؤال مش عارفه بص كده لو معك كتاب المفاهيم بص فيه وطلع اللي جاي بسرعة زيادة 90 باللي جاي برضو فيه بيفكرك بمعادلة هنا بدون الأسئلة عن توصيل المركب الرصاصي وصلت المركب الرمطة السيارة بمصدر طيارك عربي خارج قوته 14 فولت قول له ثواني قبل ما كمل ده المركب الرصاصي المشحون القوة بتاعته ده فيها 12 فولت طب أنا وصلته بجهود 14 فولت طب لما وصلته بجهود أعلى يبقى عملية شحن أثناء الشحن ماذا يحدث كتلة الماء بتقل تركيز الحمد بيزيل تركيز الحمد بيزيل البي اتش بتقل البي اتش بتزيل أبص كده في الإجابات لما بعمل شحن البي اتش بتقل أنا بشحم طب كل كيمة البي اتش غلط ده بتزيد يزداد حتى يصل الرصاص عند الأنود لأ إن أنت أثناء الشحن تتحول البي بي اس وفور هنا سلب 4 هنا موجب هنا سلب 2 هنا موجب 2 تتحول إلى بي بي 0 يعني معناها عملية ايه اختزال عندك أسود الخلية التحلية الرصاص عند الأنود لا ده هنا بتحول ده عند الأنود الخلية التحلية إلى بي بي او 2 هنا سلب 4 هنا موجب 4 يعني هنا بيزيد قلوا لأ خلي بالا في الأسئلة تاكل كمية البي اتش صح تزاكل مية المية غلط لأن عند الشحن بي تاكل كمية المية يبقى اللي جاء بتاعتك رقم به شوف بعض الأسئلة تانية برضو نتضرب على زي الأسئلة لما تحفظهاش اهي برضو من ضمن الأسئلة جاءت في الامتحان بيشوف فكرك برضو فيها اهي خلية الالكتروليتي اقتبها من الكروم البلاتين انت بسيط المعادلات هنا اختزال ده اختزال حولت الأكسادة هي نفس الكلام اختزال الرجم ده اختزال ده اختزال حولت الأختزال سالي قرنت بقى العنصر الكروم بالبلاتين لأغساد الكروم أعلى من أغساد البلاتين يبقى الكروم هو الأنود يبقى بص في السؤال بتاعي الكروم الأنود فضو الأنود هنا البلاتين غلط هنا البلاتين غلط يبقى الكروم هنا صح او هنا صح الكروم اتحول من كروم سفر المجاب 3 والبلاتين مجاب 2 لسفر طب ليه ما اخترتش دي قاله ما نفعش لازم نعادل موزول المفقود عد المكتسب انا افكد 3 اكتسب 2 ازاي اعمل تبادل التكافؤات اضرب كل واحد في تكافؤ التاني تكافؤ البلاتين 2 اضربها هنا يبقى ضربة الاتنين دي هنا بقى 2 كروم اتحول 2 كروم مجاب 3 وهنا ضربت الكروم المجاب بتاعته ضربتين هو تبقى 3 بيتوب هنا فقط 3 وان اكتسب ايضا هو تفاقى 3 وان اكتسب 3 ايبقى كده المعادلة بتاعتك صح ايبقى لازم يكون المعادلة في الرمز لصراع معادلة موزولة من ضمن برضو الاسئلة نشوف كده برضو اسئلة حلوة برضو تاني نشوف مسألة برضو مسألة حلوة المسألة رقم 6 قال له عن ترصيب 10 جروم من عنصر ايه حسب المعادلة دي فكمية الكروم يقول له ثواني بقى العنصر ايه سنوية التكافر يبقى عشان رصيب العنصر ايه اللي هو 63 ونص اوز 2 فرضيه يبقى 2 فرضيه حشال التكافر السنائي لترصيب مول زرق الفرضيه في التكافر عشان رصيب المول بتاعك اللي هو 63 ونص محتاج 2 فرضيه قال عشان الترصيب بقى 10 جرام محتاج قد ايه طرفين فوسطين تطلع ألف يبقى المسألة برضو مباشرة عادية جدا تعال بص برضو المسألة المهمة التانية برضو شو المسألة اللي جاية برضو رقم 8 ما هي كلمة الكرومة بالكلوم اللازم ان تصاعد 1 و 12 ميل لتر من غاز الهيدروجين هل تحرير الكرومة بالماء اذا كانت تفاعل حادث عند الكاسود هو ده قل له عادي جدا عشان يطلع مول الهيدروجين بسيطين فرضيه ان الهيدروجين بيبتدي يحتاج اثنين الكرومة يبقى كمية الكرومة زي ما تصاعد مول من اي غاز الفرضيه في عدد الكتروناتي المفقودة او مبتسبة عشان يطلع مول الهيدروجين محتاج اثنين فرضيه طب نقول ابقى عوزة بالكلوم يبقى اثنين في ستة و ستة و خمسمية بديني كم حجمك قد ايه اثنين و عشين و اربعة من عشرة لتر ان المول من اي غاز حجمه ثابت طب كم فرضيه بيطلع لواحد و اثناشة بالمية طرفي الفصتين دي طلع كمية الكرومة بالكلومة تسعة تلاف ستمية و خمسين كروم من دين المسألة برضو مهمة مسألة برضو حلوة تاني بص برضو المسألة اللي جاية برضو من المسألة المهمة كمية الكرباء لازم التصاعد واحد ومئتين واربعة من الف و عشرة و ستة و عشين جزيه من غاز الوكسجين المول من اي غاز ناشط H2 O2 SL2 بيحتوى على عدد سب من الجزئات هو ستة و اثنين من مية في عصرة و عشين طب هنا في المسألة بيكلم على جزيه الوكسجين O2 عشان التصاعد O2 محتاج اربعة فراضي لان الوكسجين الوحدة محتاج اثنين الالكترون بO2 محتاج اربعة الالكترون يبقى اربعة فراضي بيطلع لي O2 مول بالكامل طب الO2 ده بيحتوى على كم جزيه ستة و اثنين من مية فراضي و عصرة و عشين جزيه قال له توسواني بقى يبقى كم فراضي بيطلع للرقم بتاع المسألة من الدولة لو واحد ومتين واربعة من الف عشرة و ستة و عشين فراضي بيطلع بيطلع كمية الكعرباء يلزم التصاعد هزا الجزيه 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 الده هي تطلع بيستوى 8 من 10 فراضي قال له ده من الاسئلة اللي تضرب عليها بردو سأقل بردو تاني جاب لك هنا في الامتحان زرات بقى عند مرور في المسألة بيتكلم على زرات عند مرور كمية من الكعرباء مقدارها 2 من 10 فراضي فيما هو يحتوي على الناس هيدروجين اتصعد كم زر من هيدروجين قال له سواني بقى الهيدروجين اتشيتو ده دامون بيحتوي على ضعف عدق بجدو من الزرات يعني 12 و 4 من 100 فعش 23 زرات عشان يطلع غاز هيدروجين محتاج 2 فراضي طب الهيدشيتو دامون بيحتوي على كم زرات لو قال له يحتوي على كم جزء افو جدرو بس يحتوي على كم زرات ده في افو جدرو لو 12 و 4 من 100 فعش 23 طب هو مره 2 من 10 فراضي يديناك كم زرات طرفين في وسطين تلعاد الزرات 12 و 4 من 100 فعش 22 زرات خلي بالك في هذه الاسئلة كويس قوي مره و 2 و 3 تجد الاسئلة عاوزة منك فكرة ليس صعبة الاسئلة كتير يعني كم الاسئلة لو انت ربنا كرم كده حالة الامتحانات اللي فاتت يعني داخل حوالي الربعمل سؤال الربعمل سؤال كل سؤال بفكرة كل سؤال بجزئية جاية في الامتحاني ازاي بنفس النمط نفس الاسئلة تيجي جايب لك سأله من نيم ما هي دي الاسئلة اللي عندك في المنهة يبقى زجرت كيمة وضوها كويس قوي من اول بقى الالكانات لغاية ما توصل الاخر حاجة الاصطراق خلي بقى المشابات الجزئية مهمة جدا اتنين الباب الاولاني عندك بقى المركبات عصر الحرارة والخاصية البرا والضاي والسباك والافرام يعني فهم الباب التاني الاول بتتكلم عليه الباب التاني تركز بقى على المسألة كذا مسألة مسألة الخاليج مسألة التطاير مسألة المعايرة النظرات الفضة كوريدي القريوم HCL من الغزة اللي بتأكسد حمد الكابريديك مع بعض المركبات خلي بقى منها كويس قوي الباب التالت باب الفنيات مسألة على ال-KC مسألة على ال-KB الضغط مسألة على ال-KA كون السفال مسألة على ال-KSB قاعدة لوشة خلي بقى منها كويس قوي وتعرف إن سابة الاتزاب سواء ال-KC او الكي بي او الكي اي او الكي سي بي لا تتغير الا بتغير ضرط الحرارة بس بازيل اسئلة والباب الرابع تقول بقى اللاربع خلاية خليط الزيبك خليط الوقود المركب الرصاصي بطالات أوناليسيوم خلي بالا من واحدة بتيجاية سابتا بعد كي تخش على مسألة خلاية جلفانية اذا بعمل مسألة خلاية جلفانية اعلى جودة اكسادة انوت اقل جودة اكسادة كاسود اللي اعلى جودة اكسادة غطي الاقل جودة اكسادة خلاية انوتية اللي حمية الكاسودية اللي فوق اقل اكسادة ولتحت اعلى جودة اكسادة داخل ان امتعان عندك فكرة بلا سئلة تجيزة بعد كي تخش على كونين فراضي تغير في كواس او الفراضي الواحد بس هو اللي بيرصب الكتلة المكافئة الجرامية او الوزن المكافئ لأي عنصر اي انكام يبقى كمية الكرباء لازمها الترسيب والكتلة المكافئة لأي عنصر فراضي لكن كمية الكرباء لازمها الترسيم مول زرّة جرامية الفراضي في التكافأ لكن كمية الكرباء لازمها التصارد مول من اي غاز مول من اي غاز والمول من اي غاز حجمه ثابت وثين ويكوني 24 من 10 لال والجزءات تسابت حد افو جدره الزرات داعisine ابعدة كمية الكرباء لازمها التصارد مول من اي غاز خلي بعيد منها كويس قوي الفراضي في عدد الليكترولات المفت Цеل المكتسبه تخش اللي امتحان بسيط ان شاء الله بإذن الله ما تعلاش من حاجة هدوء عصابك ثقب نفسك كويس قوي اعمل عليك واسيب الكل على ربنا ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله كده نتمنى امتحان كويس واتحلو امتحان كويس بإذن الله نتمنى كده الدرجة النقيية بإذن الله كل صحابهم طيبين وتقابل بقى كده لسنة جاية في كلات بتاكده وكده الواحد فرحان بكم ان شاء الله السلام عليكم